اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على عشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نلتغيكم من جديد في ونسا على دروب النجاح الخميس الموافق التاسع من مارس 2023 كالمعتاد اثناء من مسام بتوغيد السودان أمس كان 8 مارس و8 مارس هو يعني العالم اتفق انه يكون عيد المرأة العالمي وعبر مبادرة الباحثين السودانيين يعني من حي صمود المرأة سيدنا عيسى عليه السلام والدته هي مريم البتول سيدنا موسى أمه وقته هم من يعني اتبعوه لمن أمه يعني ربنا أو حلائنا ترميه في البحث أو في النيل بعد ذاك يعني سيدنا عحمد صلى الله عليه وسلم أمه لمن يعني هوت ولد ولدته أمه والده كان متوفى فيعني صلى الله عليه وسلم الغرآن الكريم صورة كاملة عن النساء وذلك لعظمة النساء في حياة البشرية فأنا صراحة يعني بس تنكر بس تنكر كل الجهود التي يعني الجهود المبزولة لثني الأنسى عن دورها الرياضي في المجتمع ومن هذا المغام من حي كل النساء السودانيات من ترهاغة الكنداكات إلى جيلنا هذا ونتمنى لهم التوفيق والسداد ولولاهم لما قلنا الليلة بهذه المناسبة يا جماعة برضو من استضيف أنثى أنثى رائعة جدا جدا الأستاذة إسراء الأمين وهي كاتبة ومؤسسة دار النشر إن شاء الله بإذن الله ستكون دار النشر عبلاقة جدا جدا لأنه أسست على المعرفة وأسست على الكفاءة إسراء برضو في نفس الوقت كاتبة وحايزة على جائزة طيب صالح للإداع الروايي العام 2021 عن رواية القروج من معطف جوجل وأيضا حايزة على المركز الثالث في جائزة طيب صالح للشباب في الأنصة الغصيرة العام الماضي 2022 وكذلك جائزة تقديرية جائزة محمد سعيد ناوت في القصة الغصيرة سنة 2021 وهي مزولة التوعية المجتمعية في اتحاد المرأة الأفريقية الليلة يا جماعة إن شاء الله بإذن الله هنستضيف أو نحن في ضيافة إسراء وحنغوص معها في هذا الإبداع المتجدد إسراء تفضلت مساء الخير عليكم سعيدة جدا يا سين إنه أكون في ضيافتكم في حقيقة مجهودكم مقدر جدا في إنه أنتوا بتواصبوا على إنه أنتوا تعرفوا الشباب أو الناس في المجتمع السوداني على نشاطات مختلفة أو على الناس بتحاول إنها تضع بصنطة أو إنها تعمل تغيير في مناحي مختلفة فربنا يوفقكم وإن شاء الله دايما نشوفكم متقدمين ومواصلين في عملكم ده رغم مشغولياتكم ورغم الحاجات الكثيرة اللي بتأخذ الواحد في الحياة لكن إنتوا دايما سباقين فأنا سعيدة جدا بإنه أنا أكون في ضيافتكم وإن شاء الله يا رب تكون أمسية خفيفة الله إيديك العافية مرحبك كثير إسراء ونحن يعني أخذنا يعني حتى دينا من وقتك وإنك أنت قبلت الدعوة فيشرفنا جدا يعني نستضيف أنثى سودانية بهذا المغام طيب يا إسراء نحن حنبدليك من وراء شديد يعني دايما نتعرف علي إسراء النشأ والميلاد طيب أنا تولدت في ولاية الجزيرة مدينة أبو عشر في ديسمبر 1994 وهناك درست مراحل التعليم المبكرة اللي هي الأساس والسانوي بعدها أخذت باكلاريوس الأشعة التشخيصية من جمعة كراري وأخذت شوية كورسات في مجالي اللي هو في الهلترساوند في الـ City Scan بس أخذت فترة يعني كنت شغالة في مجالي وأخذت وقفة فترة اللي هو كنت متفرغة تبابا للعمل الثقافي نعم كده قبل ما نجي للمراحل دي كده أو قبل ما نصل للمجهود الثقافي عايزين نرجع وراء وتكلمين عن المرحلة اللي ابتدائية شوي يعني طيب والله يمكن بس أكتر حاجة أنا بحس إنه كانت فارق بالنسبة لي في مراحل المباكرة إنه الوالد علي رحمة الله كان حريص جدا إنه دايما إنه إحنا نكون على إطلاع هو اللي كان بشجيني صراحة عليه إنه أنا أقرأ يعني بدأت بداية تقليدية لكثير من القراء إنه كنت بقرأ المغامرون الخمسة رجل المستحيل ملف المستقبل اللي هي رواية أجيب اللي هو في كثير يعني شريحة كبيرة من القراء بدأت بيها يعني فأنا كنت محظوظة إنه أنا بدأت الحاجة دي في عمر مبكر بالإضافة لإنه المجلات اللي هي كانت الرسومات المصورة يعني كنت دايما إنه أنا بكون يعني حتى أثناء الدراسة بيكون في نهاية الأسبوع لازم أجيب كتاب جديد لازم لازم يكون عندي يعني وقت مخصص للدراسة غير الأكاديمية فالحاجة دي يعني نشأت عليها وحبيتها وكنت دايما بشوف الولد اللي ربنا يرحمه إنه بيجي من بيكون شغال يعني طول النهار فبيجي بيكون مرهق جدا بعد ما يشرب كبيرة الشاي بتاعته بتاعت العصر دي بيطلع الكتاب من المكتب بتاعته فو بيكون بيقره أو بيكون بيقره في جريدة رغم إنه بيكون يعني منهك فالحاجة دي كانت دايما يعني كانت بتشدني إنه طيب هو تعبان يعني الحاجة اللي بتخليه يعني كنت بترصد الحاجة دي بيشغف إنه الحاجة اللي بتخليه إنه هو كيقعد إقرشنه فسبحان الله يعني لما بديت يعني تشكل عندي الوعي في عمر 9 سنوات 10 سنوات بديت أقرأ الكتب اللي هو بيقراها يعني ألاقيه بيقرأ في مغنمات المخلون أمشي أقرأ مقدمة ابن الخلدون على الرغم من إنه أنا ما فاهمه إنا حاجة بس عايزة أعرف هو بيقرأ في شنو فالحاجة دي تطورت تطورت لحد ما لما دخلت الثانوي بعدها بديت إنه لا أنا عايزة أقول التوجهي الخاص يعني بديت أفتش عن كتب تانية بديت أفتش عن كتب تانية وبديت إنه أغير يعني أو يعني من الكتب اللي كنت بقراها اللي هي في تيجاه واحد بديت إنه لأتشع في بجالات تانية فليه هو الفضل رب يرحمه يعني ليه هو الفضل الأكبر في إنه حببني في القراءة من عمر المبكر وكان بيتبسط يعني لما أنا أقوم بقرا فالحاجة دي خلتني إنه أنا أقرأ أكتر نعم طيب طيب يا إسراء ده كلام جميل جدا جدا في المرحلة الابتدائية الاطلاع ده أضاف لك شنو أكاديميا هو طبعا أنا بحس إنه مش أنا بحس يعني دي مقولة أنا قريتها زمان ما متذكر الكتابة اللي أنا قريتها فيه بس في مقولة بتقول إنه في واحد عرابي مش اللي شيخ فقال له إنه أنا بقرا كتير بس يعني ما شايف إنه أنا استفيتني من القراءة دي حاجة فهو أداه تمر أنا معرفة إذا الصوت واضح الصوت واضح بس الصورة حصلها فروزا كده فهو أداه تمر وقال له إنه طيب أكل التمر فلما أكله قال له طيب إنت لما أكلت التمر إنت ما حتكبر فجأة بس العملية دي هي عملية تراكمية يعني إنت كل ما تاكل حاجة الحاجة دي بتبنيك فالقراءة هي نفس الشيء يعني ما بيكون عندها مبعولة سحر يعني فيه ناس بتقول لك إنه أنا عايز كتاب يغير حياتي ما فيه كتاب يغير الحياة لكن فيه تجارب وفيه كتب وفيه معلومات أنت بتتلقاها هي بتبني شخصيتك بتغير مفاهيمك بتضيف لك يعني لو لاحظنا للأطفال اللي يكون اطلاعهم واسع شوية أو بيكون مواصمين عن القراءة بيكون حتى المفردات اللي هما بيستخدموها بتكون ناضية بتكون متزنة بتكون يعني على مستوى أعلى من المستوى العادي فالقراءة هي عبارة عن عملية بناء قويلة وهي أشبه بالمسيرة إنت بتبدأ بتمشي فيه سكة لحد ما توصل يعني هي سكة ما عندها نهاية فأعتقد إنه دي الحاجة الأضافة لي في العبور ده كلام جميل جدا جدا المرحلة الابتدائية دارينيك بس تعيشين كده في جو المرحلة الابتدائية في ولاية الجزيرة وفي مدينة وعشرة الجميلة يعني طبعا إحنا على أيامنا كان عندنا كل سبوع عندنا الحصة بتاعة المكتبة فكنا يعني ما عرفت تقريبا في السنوات الأخيرة العادة دي قلت في المدارس لكن إحنا على أيامنا كان في عندنا الحصة بتاعة المكتبة دي موجد دولة في جدولنا الحصص وكنا بنواظب عليها وبنتبادل الكتب مع بيناتنا يعني بتلاقي مثلا في سلسلة المكتبة الخضراء الناس بتتبادل عليها رواية تجيب نفس الشي القصص المصورة فكان عندنا التقصداء يعني دي حاجة كانت مهمة شديد وكانت مفيدة بالنسبة لنا حتى اللي معاه كتاب واحد بيقرأ عدد كبير من الكتب طيب إيش راه أنا واصل معك حبيبنا ياسين إستاذن بس لمدة كم دقيقة فدائر أعرف أنا دا المعدل بتاعك القراءة بتاعك كان قدر شنو تقريبا يعني لو تقول أنا والله كنت أبقرأ بيقصورة ومستمر وكده بتقري قدر شنو هو والله يعني أنا ما قدر أجزم بمعدل معين أول حاجة الفترة طالت الحاجة اللي أنا بحكي عنها زورة شابة صغيرونا قبل ما يقارب العشرين سنة يعني خلاص إحنا كبير في الله أنا ما بقدر أتذكر يعني فوقتها بس أنا كنت متذكرة إنه كان في عندنا في المدرسة في واحد اسمه عمنادر عمنادر دا أصلا بيجيب المذكرات في المدرسة دي من الزكريات الراسخة عندي عمنادر بيجيب المذكرات في المدرسة بعدين أنا مرة طلبت منه إنه يجيب لي مجلات وكلهم وكذا فخلاص تمام بيقى كل ما يجي هو بيجي نهاية الأسبوع كل ما يجي يجيب للمدرسة المذكرات أو تباشير أو الأدوات اللي بيستخدموها في المدرسة بيجيب لي أنا كتب أو مجلات أو كذا فدي كانت بالنسبة لي يعني اللحظة اللي باستناها طول الأسبوع إنه يوم الخميس لما عمنادر يجي المدرسة وأنا بيكون من الصباح صحيح تذكرت أبابا إنه والله يا أخي الليل أنا حاجيب المجلات الجديدة كان سويستون العرب الصغير للحاجات دي برضو كان بعدها بتذكر برضو أول مرة جاب لي روايات عبير برضو أنا كنت في سنة سابعة أو سنة تابعة فبالنسبة لي كانت دي لحظة فارقة يعني طيب يعني كنت بتقري كم اسمي شنودة كم رواية مثلا أنا ونادر رجع بليكي بولي خمسة روايات عديد لا ما خمسة الموضوع ده كان يعني كان بيراد عالي جدا يعني أنا ما بتذكر إحنا وقتها ما كنا بنسهر لكن في أوكات أنا كنت بسهر لحد الساعة 11 و12 دي كانت حاجة بعيدة يعني بالنسبة لعمرنا فبسهر لحد الساعة 12 و11 وأنا بقرأ في القصة بقوم ما قادرة أنوم عشان أنا عايز أكمل القصة فبعدين كانت في حركة برضو إحنا بنعملها اللي هو أنا وأخوي اللي أصغر مني بنكون فاتحين الكتاب بتاع المدرسة ومدخلين الرواية في النسبة حتى يجيب مثلا أول من يجيب فانو فإنت بتجي داخل الغرفة إنه ما شاء الله الأولاد مبتهدين وقعدين بمؤدبين كده وبيذاكروا وإحنا في عالم تاني كل واحد بقرأ في القصة الكلام ده كنتو نستعمنا ما كده أه كنتو نستعمنا ده كده إذا تعمنا أيوة يعني كده إحنا كنا نتقلنا للسارة تقريبا يعني إحنا ما كنا نعمل الحركة دي عملناها وإحنا في السارة لا 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 نتقلنا لو نستعمنا نسلمك نرجعك باك لحبيبنا دكتوري هاسيدا الله ينديك العافية طيب يا إسراد يعني الإطلاع والروايات والثغاف والحجادي أنا بس عايزي تعملي فلاش باك سريع بين زمان و السعي يعني مثلا الجيل هل إنه الجيل الحالي ده لسا يعني عنده الشغوف بالجراية وكده والله الحاجة دي بدأت تطمحل يعني لا والله أنا دائما يعني باتخذ وضعية المقاتل في الممتد لما الناس تقول إنه الناس بطلت تقرأ لا ما بطلت تقرأ أنا أنا بايعة كتب وبشوف يعني من يومين كانت عندنا واحدة من البنات طلبت كتب طلبت كتب هي وصحبتها كنا عاملين عرض بتاع توصيل المجاني وكذا فطلبت كتب هي وصحبتها أول ما خلاص أجدت الطلبية وقلتها تماما التوصيل حيتصل عليك وكذا فوجيت كل شوية التوصيل حيجي متان بعدين لما حست إنه هي سألت كتير من حماسها يعني قلت تقول لي يا أخي والله أنا آسفة لكن انت عارفة يعني إحنا لما نطلب كتب بنكم متحمسين قدر شنو عشان نتوصل وعشان نقراها وكذا فدي ما شخصية أو X من الناس بس دي شريحة كبيرة جدا من القراء هم بيكون حريصين علي إنه يوفروا من مصروفهم رغم الضائغة المالية ورغم ارتفاع أسعار الكتب رغم كل شي هم بيكونوا حريصين علي إنه يقططعوا من أشياءهم الضرورية لأن القراء بالنسبة ليهم ضرورة برد رغم انتشار الميديا ورغم إنه الزمن بيقى يعني يقاعوا سريع ولكن الناس بتكون يعني أو شريحة كبيرة جدا من القراء بتكون حريصة علينا تقرأ بصورة متواصلة ده كلام جميل جدا يعني طيب انت ذكرت حاجة جميلة جدا جدا اللي هو كان عندكم حصة المكتبة أنا بذكر برضو كان عندنا في الابتداء وفي المتوسطة حصة بتاعت مكتبة يعني المكتبة المدرسة ما كانت يعني المدرسة كانت فغيلة جدا يعني ما كانت بتوفر الكتب لكن كان بيقولوا شنو أي طالب لازم يجيب كتاب يلزم يجيب كتاب وذكر كان كل شهر تقريبا والله ما بذكر المدرسة لكن يعني انت لازم تجيب الكتاب وبعداك بتكون أصلا انت قرأته بعداك بيكون في تبادل يعني بين الكتب فالحاجة دي أثرت الاطلاع بصورة ما عادية فحتى الناس اللي كانوا ما شغوفين بالقراية فبدوا بالضغط شوية خلاهم انه يفتحوا الكتب دي شوفوا فاشنو بعداك لقوا الحاجة دي جميلة جدا جدا يعني لقوا انه في مدعا يعني ضيعوها يعني فانا يعني كنت بتمنى بتمنى انه المكتبة الدور بتاع المكتبة في المدرسة بالذات يعني ما يطمحي يعني ياسم مثلا في بريطانيا هنا بيلزم الطالب كل يسبوع يقرأ ثلاثة كتب يعني المدرسة بتعملها مكتبة تشيل الكتب وتقرأهم وترجعهم وعندهم دفتر في الدفتر دي بكون في انه مثلا أيمن شال الكتاب كده وبعداك الأستاذة كل نهاية الاسبوع بيكون حريصة جدا انه الطالب دي جاب الكتاب راجع وأهلو كتبوا يعني انه والله أيمن لقر الكتاب وعجب بالحتة الفلانية وكده يعني فالحاجة دي لقوا انه الطالب بعدين لما نمتحنوا الجي سي سي اللي هي انتحانات اللي هي زيار عندنا انتحانات الشهاد السودانية لقوا انه في يعني علامة فارغة جدا بين الطالب اللي بيكون طوالي بيقرأ يعني بيطلع يعني اللي هو بيقرأ الكتب فارغ جدا من الطالب المامو جزم بيقرأة الكتب يعني يعني أنا بعد شوية حاجة أزالك لما نجع للمرحلة الجامعية عن تأثير الحاجة الثانية يعني طيب يا إسراء الثاني والعادل التوجه كان شنو انك انتي كنت عايزة تقري شنو وبعد ذلك اللي اختلف المسار اللي قدام يعني طيب هو المرحلة بتاعت السنوي يعني أنا بعتبر انه الفئة العمرية دي انت بتكون يعني اشبه بانه انت ضايع يعني انت بتكون بتفتش على نفسك لسه انت ما عارف انت بتحب شنو لسه ما عارف يعني تفكيرك حتى ما تكون وعيك يدوب بيتشكل فبتكون بتفتش على حاجة على حاجة انت يعني وجهة نظر انت تتبناها يعني في الحياة يعني بتكون بتفتش على قدوة بتفتش على يعني بحس انه المرحلة السنوية دي هي يعني هي مرحلة مهمة شيء في تكوين الشخصية يعني على حسب الحاجة انت بتتلاقاها حتى نعكس علي بناء شخصيتك بعدين يعني بصورة كبيرة اكتر اكتر من بقية المراحل يعني فبالنسبة لي انا كانت كانت يمكن زي كتير من الناس يعني انه هي كانت مرحلة واسحة جديد يعني فتفاضة يعني حتى الاطلاع فيها ما كان منحصر في حاجة معي انا كنت بقرأ كل شيء حرفيا بدين استكشف في عوالم يعني كنت بمشي يعني نادرا ما كنا بنمشي مكتبات كبيرة يعني في كان عندنا مكتبة في 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 المدينة عندنا في ابو شر كان عندنا مكتبة يعني هي بعيدة مشوار بس دايما الخيارات الفية ما بتكون واسعة طبعا بالاضافة لي مكتبة خالتي مثلا مكتبة ابي يعني كتب اخواني اللي بيجيبوها اكتي كانت في الجامعة برضو بتشتري كتب وانا يعني احيانا بطلب الكتاب واحيانا لا بسحب كده وامشي في الخفاء بجراء ايوة تقريبا فبتذكر انا مرة هي كانت كانت مضغوطة في امتحانات وكذا فانا طلعت من الكتب بتاعتها اللي قيت رواية بتاعت ديكتور هوغو كانت البؤسة فدي كانت بداية مع الادب العالمي يعني قبلها كنت بقرأ اممكن اكتر القراءات بتاعتين اللي هي كليلة ودمنا الف ليلة وليلة بالاضافة اللي هي رواية اللي هي رواية تجيب نجيب محفوظ احيانا يعني الروايات بتاعته القصيرة يوسف السباعي طبعا قريت برضو احلام مستغانمي في الفترة ديك يعني كانت حاجة كده فقفاضة يعني انت ما تقدر تقول انه بالاضافة لكتب دينية كتيرة شديد قريتها في الفترة ديك فبرضو كنت مهتمة بانه يعني انا كنت مغرمة بانه في حاجة اسمها فلسفة عايزة افهم يعني شنو فلسفة فبتلاقيني بقرف كتب انا ما فهم ما هي بتقول في شنو وبال يعني بكون بقرفيها بالاتهاد بعدين يعني بعد سنوات سنوات اجي اقرأ الكتاب مرة تاني يعني بس انا قريت موسيون الهيجر للشبال في وانا في السانوي المرة اللولو ما قدرت اكمل الرواية لانه ما كنت فاهمة حاولت تاني انه انا اقراها على اساس انه دي رواية عظيمة يعني انا عارفة انه الناس كلها بتقول كده يعني دي خلفيتي انه دي رواية عظيمة انا بفروض اقراها قريتها مرة تانية وبالنسبة لي ما كنت قادرة افهم يعني بعد سنوات تاني رجعت قريتها وبالنسبة لي كانت مفهومة وكذا فالمرحلة دي انت بتكون عايز تعمل حاجات يعني انت بتحس انه انت المرحلة الاستعجال للمعرفة الاستعجال يعني بحس انه المرحلة الثانوية الناس بتكون متلحفة لانها توصل لاواخر الاشع كلام جميل جدا جدا زكرتيني حاجة جميلة يعني فلما كنا في السانوي العالي كان عندنا يعني في الحلة هناك يعني في الجزيرة فكان عندنا والجيراننا بيدرس في الجامعة يعني فحتى سبحان الله كان بدرس في الجامعة ما في زور في الحلة عارف انه الشاب ده كان بدرس في الجامعة يعني مفتكر انه كان يمشي بيشتغل في القرطوم وكذا يعني ففجأة كذا يوم زرت في بياته اكتشفت انه عنده مكتبة ضخمة جدا جدا فليقيت عنده كتب مثلا كتب صيد غط لقيت عنده كتب بتاعة كفاحي كتاب هيتلر لقيت عنده يعني حفزو من القليرة يعني كتب بمختلف التخصصات وبمختلف الأحجام وبمختلف الأدب فبيغيت انا بشيل الكتب وفي کتب كداب ما بشيله فبقو لي انتlle ليه مع بتشيل الكتاب ده فبقو لي أخي الكتاب ده مثلا ده كتاب برعي يعني بقو لي أخي الكتاب ده مثلا ده كتاب pasta الأخوان المسلمين مثلا يعني لما نقرأ بداية الكتاب أو في الناكدة بلقي إنه ده كتاب الأخوان المسلمين ده كتاب الجمهوريين ده كتاب شنو فبقوم بخلي الكتاب فما بقرأه يعني بقوم بشيل الروايات بشيل قال لي يا خسما إنت ما خسر عن الحاج إنت بتحب القراءة شيل أقرأ أي كتاب ده ليه مبدو الرد يعني حتى الكتاب ده لو إنت مثلا ضد فكاره بالعكس إنت حتستفيد منه فسبحان الله في الوقت دات أدأني يعني فتح ليه طريق تاني إنك ياقين تأي كتاب أقرأه في النهاية ما بدورك يعني لو اتفقت معاه خير وبركة ولو ما اتفقت معاه برضو خير وبركة لأنك إنت حتستفيد منه قال لي أنت في النهاية ما دار تمشي يعني تكتب كتاب أو تعمل تناظر الشخص الذي كتب الكتاب ده فأقرأ فمن الوقت ده بقينا بنقرأ يعني أي كتاب قدامنا بنقرأه يعني ف في ناس بيتفتكر أنه أنا مفروض أقرأ الكتب اللي بتتوافق مع فكري يعني أنا طيب عندي معتقدات في الحياة واحد دين ثلاثة فمفروض أقرأ الكتب تقول لي أنت صح معتقداتك دي مزبوطة يعني في ناس بيتخاف يعني أنا بحكم تعاملي مع عدد كبير من القراء أحيانا بيكون بيناتنا في نقاشات وكذا ففي ناس بحس إنهم هم بيخافوا من المعرفة يعني يقول ليك مثلا يعني أنا دايما عندي عادة إنه أنا أقترح على الناس يعني إنه طيب في واحدة مثلا بتشتري كتب مواصلة معا إليها مثلا سنتين فأنا عارفة إنه هي بتقرى شنو فبقول لي يا أخي طيب أنت ما تجري بتقري الكتابة الفلان طيب أنت كتبك كلها رواية طيب ما تجري بتقري كتب فكرية مثلا دراسات كذا فبلاقي إنه في ناس بتقول لك أنا بخاف إنه والله الكتاب بيأثر علي يعني مثلا أنا لو قريت مثلا كتاب في يعني بيتكلم مثلا مثلا عن نشأة الكون بصورة علمية بعيدة عن الدين في حين إنه هم يعني الأشياء دي كلها أصلا واحد لكن في ناس بيقول لك والله أنا أخاف إنه مثلا الحاجة دي تأثر علي أفكاري فأنا عشان أحمي أفكاري فخلاص أنا ما يعني ما بخلي نفسي في الحتة بتاع إنه هل أنا مثلا فكرة دي صحة أو غلط في حين إنه إحنا أصلا سواء الدين سواء المعرفة سواء توجهنا في الحياة أفكارنا كلها إحنا مفروض إنه إحنا نتكونها باقتناع مش بحفظ صح ده 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 كلام ده كلام جميل جدا جدا طيب طيب يا إيسر أنا أرجع لك شوية للثاني والعالي وسنة ثالثة يعني زل بكم مزنوك في الامتحانات وكذا يعني فيعني كان الغرار كان شنو فأو تقش في أي كلية يعني ومنه الأسر على الغرض طيب أنا بحس يعني إنه البيوت السودانية كلها متشابهة في الحتة دي يعني وجهة نظر الأمهات والآباء كلهم إنه عايزين يعني عايزين أولادهم يطلعوا بكاركتر معين إنه يدرسوا دراسة أكاديمية بمبدأ إنه والله يا أخي اللي معاهوش هذا يعني بتكون كأنها حصانة له في المستقبل فهم دايما عايزين إنه البنات بالذات إنه يا أخي يدرسوا مجالات طبية أو أو هندسية أو كذا على أساس إنه هم يكون مطمنين عليهم طبعا دي حاجة متفهمة جدا وكله زمن وعنده يعني عنده أفكار يعني حاليا إنه إحنا في العصر الحالي إنه والله يا أخي الناس عادي بتعمل كريش شفت عادي يعني بتكون درسة مجال وبتشتغل في مجال تاني وبتنجح فيه وبالعكس ممكن تبدع فيه أكتر بس على زمان كان إنه اللي بيدرس مجال بيواصل فيه وخلاص فبالنسبة لي أنا كان أنا طبعا كنت أحب الفيزياء شريد وأنفسنا رابع لما بدنا ندرس المجموعة الشمسية كنت مغرمة بالحاجة دي وكان نفسي أنه أنا يعني إنه أنا أدرس جمعة الخرطوم كلية العلوم الفيزياء يعني دي كانت بالنسبة لي حلم يعني فطبعا تأثير البيت إنه من إنت صغير أعيس تطلع شنو يا أخي يقول الدكتور فبتلاقي إنه في ناس كتيرة دخلت مجالات طبية بس بالفكرة دي على الرغم من إنه والله أنا بحب الأشعة جدا ولما دخلتها دخلتها وأنا مبسوطة ولما درستها وعرفتها أكتر حبيتها وفي الشغل كنت مبسوطة فيها لكن لو رجع الزمن وأنا كان عندي وعي أكبر ممكن كان حدرس مجال يعني مجال أدبي يعني بدل مجال العلمي طيب دخلت يعني دخلت الجامعة وكانت نقلة يعني درستي في جامعة الخرطوم ولا لا جامعة كراري جامعة اللي هي في الخرطوم يعني طيب نقلة يعني فتاة جاية من الأغاليم يعني زي ما بقول الجماعة وكده وجات الخرطوم يعني يعني الحاجات شنو اللفتت نظرك أو الحاجات اللي انتي قدرت تتجاوزيها يعني بالتأكيد بيكون في مشاكل بالتأكيد بيكون في معانا على الأقل إنه الواحد يعني طلع من بيتهم يعني والله أنا ما قاعد أعتبر إنه أنا طلعت من البيت لأنه أنا كله خميس بأكون في البيت يعني يعني حتى وأنا ما في البيت أنا بكون طول اليوم بتكلم معهم السنة الأولى بالنسبة لي كانت صعبة أي وأختي وأخواني يعني كانوا موجودين يعني قريبين وبلاقيهم وكذا ولكن إنه بصحى الصباح ما بل قومي وأبوي يعني بالنسبة لي كانت السنة الأولى كانت صعبة شديدة حتى كنت يعني شخصيتي فيها بدت يعني تنزوي ما كنت كان عندي أصحابه أي حاجة لكن دايما طول الوقت بيكون براي فبس بقرأ لما أكون براي بقعد أقرأ يعني فبالنسبة لي عشان أتأقلم على الوضع ده كانت يعني أخذت أخذت وكيد بس بعدها خلاص يعني دعوتها وتدخل في جوة على أكاديمية لا والله أنا عايزة يجاول الدبعة يعني أنت بكون عندك أهداف ممكن تخفف عندك يعني وبرضو كان عندنا الأنشطة الصغافية يعني أنا كنت من أنا في السنة الأولى كنت مسجلة في الجامعية الصغافية وكان عندنا مناشط كثيرة وكذا طبعا جامعتنا أكاديمية أكتر يعني كانت جامعة أكاديمية بحتة فيها نشاطات صغافية بس يعني طبعا بمستوى أقال يعني طيب بالنسبة للنشاطات الثغافية بتشوفي إنها مؤثرة وين أكتر بتأثر في العمر بتاع المدارس اللي هي الابتدائية والمتوسطة والسنة العالية والله بتكون مؤثرة للمتلغي بالذات يعني أو للطالب بالذات بتأثر أكتر لما نكون في المرحلة الجامعية يعني هو طبعا أنا بالنسبة لي بشوفي إن الحاجة دي كل ما كانت في عمر مبكر كل ما كانت أحسن يعني اللي بيقرأ من هو عمره أربعة أو خمسة سنوات ما هيكون زي اللي بيقرأ وهو يعني عمره عشرين سنة مثلا لأنه إنت بتبني شخصية في حاجات معينة إنت لما تتعلمها في عمر مبكر بعدها خلاص إنت يعني إنت بتكون بديت تندج على بدري يعني فده ما معناه إنه الناس يعني لو ما بدت من بدري ما تبدأ لا هو إنت في أي وقت بديت إنك تشتغل على نفسك تقرأ تطور من نفسك دي حاجة كويسة طبعا وحتكون بالنسبة ليك يعني حتكون بالنسبة ليك حاجة كويسة شديد لكن كل ما كانت أبدر يعني بتكون دي مسؤولية على الآباء إنه والله يا أخي غرفوا في أولادهم من بدري حب التعلم يعني في معارف ما بيتدرس في المناهج خصوصا مثلا إحنا عندنا في السودان عندنا عيوب كبيرة شديدة في المناهج الأكاديمية يعني إنت بتمشي بتدرس في حاجات ممكن ما تفيدك ممكن ما يعني في حاجات أولى إنه أنت تعرفها خصوصا في يعني في العصر اللي إحنا عايشين فيه فما يعني الناس ما تعتمد على الدراسة الأكاديمية لا هي يعني التعليم الزاتي مهم طيب طيب يا إسراء اتخريتي من العشعة وبديتي تشتغلي يعني الجو بتاع الشغل يعني يعني أقول لك شنو يعني يعني الجو بتاع الشغل لزول مستخرج حديثا يعني أو قبليها لجيت الشغل كيف يعني طيب هو أنا أول ما اتخرجت يعني بعد كم شهر على طول يعني أنا اتخرجت في شهر 11 أو شهر 12 يتسلبنا الشهادات وكذا يمكن على شهر 3 أنا كنت نزلت في مستشفى الشعب فيعني نزلت شغل على طول يعني إحنا عندنا ميزة في الأشعب بالتحديد عندنا فائد بتاع زمن يعني أنت ملتزم بدوام إذا بتشتغل 8 ساعات نهارية أو إذا بتشتغل 24 ساعة أغلبية المستشفيات عادة الشعب طبعا لأنه شعب شغل فيها كثير شديد لكن أغلبية الأكسام اللي إحنا بناكون شغالين فيها بيكون عندك فائد بتاع زمن بالنسبة لي أنا كنت بمشي قبلي ما أجيحز الشنطة بتعطينا بطشية بكون طلعت لي كم كتاب أنا شعيلهم معاني يعني السنوات اللي أنا كنت ملتزمة فيها في شغلين بتاع الأشعة دي كانت فترات جريت فيها بمعدل عالي شديد يعني حتى بكون قاعدة في المكتب عندنا في الجسم بكون خاتة كتب معايا يعني في كتب أصلا بتكون قاعدة في المكتب ما بشيلها بكون بقرة فيها في النبطشيات وكذا فبالنسبة لي دي كانت حاجة جميلة شديدة وكنت مبسوطة فيها ويمكن لو لا إنه أنا جات أو كات كنت محتاجة إنه أنا أتفرغ تماما للعمل السغافي كنت حواصل في الأشعة عادي لأنه كنت بلاقي زمن كافي إنه أنا أشتغل الحاجة إذا كانت على نرتقي أونلاين زمان أو إذا كان على نفسي إنه أنا أكون بقرة يعني كنت بلاقي الزمن الكافي تماما بالعكس يعني كان بيكون زمن مريح فكانت حاجة حلوة والله في وقتها شديد بس ثاني بعدين إنت خلاص يعني الموضوع بيقى ماشي أكبر فمحتاج تفرغ أكبر ومحتاج التزام فخلاص بيقيلة بين إنه لازم تختار طيب الشرارة شنوة لخلتيك تخلي الأشعة والله أنا أتذكر كنت شغالة في مستشفى نجيب وبعدين كنت مجهز لمعرض معرض نرتقي في قاطع الصداقة وكنت يعني متهدة في الموضوع الشديد يعني يعني ما كان في حل غير إنه أنا أقوم متفرغة تماما يعني أسبوعين على الأقل قبل المعرض فلللأحف ما كان في طريقة إنه أنا أخذ إجازة يعني الجدوى المعبيس ما حبه إنه أنا أخذ إجازة فخلاص بيقيت بين خيار إنه ولا حواصل ولا أنا أوقف فدي كانت آخر يعني آخر مرة في السودان أنا اشتغلت بدوام في الأشعة اللي هي في 2020 قدمت استغلتي وتفرغت تماما يعني التفرغ دستة مرة يمكن أكثر من ثلاثة سنوات طيب والفكرة قبلية فكرة فكرة المعارض وفكرة نرتقي يعني كانت كانت يا دوب يعني بذرة والله خلاص يعني بديتي من المرحلة الجامعية بديتي يعني بدأت البذرة بتاعتني رتقي هي نرتقي بدأت بعد ما أنا اتخرجت على طول يعني أنا بعد ما اتخرجت أخذت شهرين كده بتذكر كانت في أول شهر بعد التخرج أنت بتكون مضغوط في أنه أنت بتعمل في بحث التخرج والامتحانات ولازم تجيب ديقري كويسة عشان تتخرج بشهادة كويسة ويعني السترس بتاع التخرج يعني ففجأة أنا لقيت نفسي ما يعني ما عندي حاجة بعمله فبتذكر كنت قاعدة في البيت سبحان الله والله حتى يعني بتذكر تفاصيل الشهر ده بزال لأنه أنا قررت 18 كتاب في الشهر ده يعني كنت يعني من قمة النشاط في حاجات كثيرة فجأة وأنا ما بحب الفران يعني بطبيعي ما بحب إنه أنا أكون ما بعمل في حاجة ففجأة قيت نفسي ما عندي أي حاجة فقررت 18 كتاب في شهر واحد وبالنسبة لي دي كانت يعني كانت أول مرة أعمل حاجة زي دي وما كان مخطط ليها يعني بس لأنه أنا ما كان عندي حاجة تانية أعمله فبعدها بدأت أفكر طيب إنه أنا حعمل شنو يعني حعمل شنو الحاجة لأنا عايزة أعملها عايزة أعمل حاجة أنا بحبها وأكتر حاجة أنا كنت بحبها وبحس إنه الناس بدعاني في إنه طيب أنا خلاص قريت الكتب اللي عندنا في البيت قريت الكتب اللي بلقاها في المكتبات اللي هي أحيانا كتيرة بتكون محدودة الخيارات فيها فعايزة حاجة أكبر عايزة حاجات تانية لسه فجاءت الفكرة في إنه طيب زي ما أنا بعاني من إنه أنا ما قادر أوصل للكتب وإنه باستنى يعني يكون عندي واحد من أخواني مسافر عشان أقول له وجب لي كتاب الفلاني أو أستنى مع رضا الخرطوم أو كذا في ناس كتيرة بتعالي بالنفس الشيء فطيب إحنا لي ما كلنا نعمل لنا مجموعة كذا وإحنا نطلب كتب مع بعض دي كانت الفكرة كذا بعدها لما خلاص قررت إنه أنا عايزة أعمل نرتقي يعني وعملت الإسم وبدأت أفكر في الموضوع بجدية بي كانت الفكرة في إنه والله يا أخي الهدف الأول إنه الناس في الولايات مقعدة توصل للكتب وما بيكونوا مظلومين يعني بتكون في مكتبة واحدة والكتبة فيها خلاص إنت ممكن عادي تكون خلصة يعني يعني الخيارات بتكون ضيقة أو ممكن تكون دي ما الحاجات اللي إنت بتدور عليها فطيب الفكرة في إنه إحنا حنعمل حاجة توصل الكتب لأي مكان في أي ولاية حتى لو كتاب واحد فدي كانت البدائية كده وكانت البدائية كانت في أبو عشرة ولا في الخرطوم لا كانت في الخرطوم أول أول أنا لحد الله متذكرة أول واحدة طلبت كتب كانت واحدة دفعتنا في الجامعة كانت طلبت ثلاثة كتب ويعني كنا تخرجنا يعني يدوب يعني لنا شوية يعني ما كملنا ستة شوية لنا نتخرج فهي أنا عملت القروف وقامت تصل علي قلت لي يا إسراء يا أخي أنا عايزة كتب طيب أختار لي ثلاثة كتب فبدأ الموضوع يكبر بعدها إنه والله يا أخي عايزين نعمل مناقشات إحنا عايزين نعمل يعني زي ما كنا بنعمل في الجامعة يعني عايزين نعمل يوم ثقافي مثلا عايزين نعمل كذا فالموضوع يعني بيقى ماشي يعني يكبر طيب الكتب كنت بيجيبها من وين والله في البداية كانت بنجيبها من يعني مثلا مكتبة كبيرة نشيل من الكتب نقول له والله يا أخي إحنا عندنا مشروع بتاع كذا فأعمل لنا تخفيض يعني إنت مثلا لو بتبيع الكتاب زمان الكتاب كان بثلاثين جنيه وعشرين جنيه حاجة زي كذا فلو إنت بتبيع الكتاب مثلا بثلاثين جنيه إنت حتى تدينا لو إحنا بخمسة وعشرين لأساس إحنا حنبيه بثلاثين طيب أكتر أكتر صعوبات كانت بتلاقيكم شنو في الوقت داقي يعني والله أكتر حاجة كانت صعبة إنه إحنا عندنا حاجات كتيرة عايزين نعملها ومعارفين نعملها كيف يعني كان عندنا فكرة إنه والله إحنا بدل إحنا نوصل مثلا مثلا عندنا زول في شندي قال عايز كتاب طيب بدل إحنا نوصل كتاب واحد لشندي طيب ما نشيف كتب كتب كتير أخلاها في شندي لكن في الحقيقة إحنا ما عندنا كتب كتب كتير عشان نوزعها للولايات فبقيت إنه في حاجات في حاجات إحنا عايزين نعملها لكن لسه وقتها ماجه حتى يعني أنا بحس إنه البداية ما كانت صعبة شديد بالنسبة لي أنا لأنه السودان وقتها يعني يعني مثلا أنا بذكر الولاي كان بيشتغل معي في التوصيل كان بيشتغل بالمواصلات يعني يمكن أكتر قريب السنة هو كان بيشتغل بالمواصلات وبالنسبة ليه وكانت مدية وكانت يعني ما كان فيه مشاهد بنجيب الكتب بتاعتنا دي وخلاص إحنا عملنا قايمة بتاعت كتب دي الطلبيات بتاعتنا طيب جيبنا الطلبيات فخلاص هو بيصحى الصباح بيشي ووصل للطلبيات بتاعته دي وما كان فيه مشاكل بعدها تاني ديجة التعقيدات بتاعته انه والله الكتب بدأ أسعار زيد فهل الناس حتتقبل يعني أنا بتذكر زمان كنا بنعمل العرض بتاع الخصم على الكتاب الكتاب بأربعين جنيه حاليا الكتاب بأربع الف فيعني عشان يوصل للمرحلة دي وكل مرة انت لما تحس إنه الأسعار زايدة طيب هل الناس حتواصل تشتري يعني كان فيه مخاوزة كده بالإضافة لأنه لما بدأنا إنه إحنا عايزين نوسع القائمة بتاعت الخيارات طيب أنا بقرأ كتاب بعمل ريبيوهات للكتب اللي أنا قاريها لكن ما الناس كلها بتقرأ زوج إسراء مثلا فيحنا مفروض إنه إحنا نجيب كتب تانية أكتر طيب الكتب التانية الأكتر دي حتجيبها من وين فكان فيه تعقيدات زي كده نتواصل مع مكتبات وطبعا هم بحيثوا إنه والله يا أخي الكمية بسيطة لإنه توصيل للسودان وكذا يعني كانت فيه حاجات زي كده طيب يعني التعقيدات دي اللي هي دي دي الوصلاتي كنتي تعملي دار نرتغي للنشر بالنسبة للدار إنه أنا كانت الفكرة بتاعتي إنه أول حاجة طيب هو قبل ما تكون دار نشر إنه كان نحنا عايزين عايزين حاجة خاصة بينا إحنا إحنا كل مرة بنمشي نعمل مثلا إيفنت مثلا في حتة معينة وحيانا بنلقى الحتة المعينة دي بها صعوبة يعني كان بالنسبة لنا ممكن تكون دي من المعوقات إنه والله يا أخي نحنا عايزين نعمل برامج سابتها لكن ما عندنا مكان فبقيت الفكرة في إنه والله يا أخي إحنا عايزين نعمل مكتبة عايزين نعمل مكتبة في مقر حقنا نقدر نعمل فيه الأنشطة بتاعاتنا بصورة دائما من غير ما إنه إحنا نكون شايلين هم إنه حنعمل النشاط دي بالنسبة للدار نتذكر كان في معرض الخرطوم 2018 قريبا أو 2019 في المعرض في 2018 أنا كنت أخذت الوكالة بتاع الدار نشر مصرية يسمى ببلوبانيا فلما تواصلت معهم هم أخذوا شحنوا لي الكتب واخدت جناح في معرض الخرطوم بإسم الدار وحتى أضفت عليها كتب تانية فبالنسبة لي كانت دي حاجة جميلة شديدة إنه يا الله ديل عندهم دار نشر وعندهم كتب خاصة بي وكذا فبدت تتشكل عندي فكرة إنه طيب أنا عمل دار نشر خاصة بي ففي 2019 في المعرض يعني بعد سنة من الحاجة دي كنا خلاص سجلنا دار نرتقي كدار نشر وكذا وكان عندنا جناح خاص بين بعيسي من نرتقي حتى قبل ما نطبع أول كتاب كانت مكتبة في البداية أخذنا جناح في معرض الخرطوم وخلاص أثناء المعرض بقينا نقول إنه والله يا أخي إحنا دار نشر وإحنا حنشتغل على الطباعة وكذا فبدوا الشباب إنه والله يا أخي طيب أنا عندي كتاب أنا عندي رواية أنا عندي ديوان شعر كذا طيب يا جماعة نذكر الناس اللي انضموا لينا يعني التهو نحن الليل يا جماعة في حضرة الكاتبة الرواية إسراء اللمين وإسراء هي جماعة يعني زولة خريجة يعني خريجة أشعة لكن غيرت عملت كارير شيفت للطباعة والنشط وبعد ذلك أسست في سنة 2020 مركز نرتقي التغافي وهي أيضا كاتبة يعني نحن لسا ما طرقنا عن الكتابة والحنغوص يعني في الحتة تاعت الكتابة دي فإسراء طيب بالنسبة للخلاص يعني أنت بديتي يعني خلاص نشيتي حاجة يسيم أشعة ويعني قلّحتي نمريك يعني زي ما أقوله من الأشعة وكذا خلاص بيتي زولة بتاعت دور نشره كذا يعني فكان شنو أكتر حاجة يعني أنت بتكون شايل أهمة يعني بالزات في سودان في مشاكل كثيرة جدا جدا يعني ممكن تكون في مشاكل لوجستية وفي مشاكل يعني بتاعت يعني مشاكل مشاكل بتاعت مثلا قوانين و لوائح وكذا يعني فإنه زول لما نفكر عملو دار نشر دي يعني حيكون في مزوليات كبيرة جدا جدا يعني مزوليات بداعت إنه الجودة بتاعت هو حينشور شنو الجودة بتاعت إنه هو منول النوعية من الكتاب اللي هم حيكذوبهم بعد ذاك الحاجات اللوجستية الطباعة التوزيع الحاجات دي يعني ده شغل ضخم جدا جدا يعني فالبداية كانت كيف معنا في خضم الزوابع دي كلها يعني طيب هو زي أي حاجة أنت عايز تبداها فيه بيكون فيها يعني أنت بتكون عند التصور معين للفكرة بتاعتك لكن دايما التصور ده بيكون هو غير حقيقي يعني أنت عايز تطبع كتاب فبتفتكر إنه والله أنا عشان نطبع الكتاب ده خلاص أنا حاشيل الكتاب من الكاتب وحامشي أرسل لنطبعه وبعد يومين حسلم الكتاب فبتجي تشيل الكتاب بتقول لا يعني أنا حاشتغل يعني أنا حاشتغل حد يشتغل المراجعة اللغوية أنا اللي حمشي أطلع رقم الإيداع أنا اللي حكون مشرف على التصميم بتاع الغلاف لحد ما ينتهي يعني كل حاجة بتجي في الكتاب ده هي حتكون مسؤولية بالنسبة لك يعني أبي يعني في التدشين بتاع الكتاب الناس ما بيدعاين للكاتب بيدعاين للناشر يعني على الأساس إنه يا أخي طيب أنت مفروض إنه أنت تطلع حاجة بمستوى يعني كويس فبقيت الخوف من المسؤولية أنا في 2019 سجلت دار نرتقي في بداية 2020 يعني على الأيام دي بالضبط يعني على بداية شهر ثلاثة إحنا كنا عملنا التدشين خلاص الكتاب وصل بعد تعقيدات الشحن طبعا من مصر وإحساس إنه إحنا أول مرة جايبين كتاب حاجة إنه إحنا ما كتاب إحنا مشتريينه يعني يعني بالحماسة في الدنيا كله أنا بتذكر إنه الكتاب وصل وصل السودان على المغرب كده فأنا كنت حريصة إنه في وقتها أنا لازم أمشي أستلم الكتاب ده أسي عشان أنا أتطمن على الطبعة عاملة كيف وأشوفه وأنا شفته صور عايزة أمسكه بيدي وأتطمنه كيف فالموضوع كان يعني خلاص إنت جاي بأحلام وبتصور وبكذا بعد شوية خلاص بدت تحس بمسئولية وبدت تخاف إنه والله يا أخي طيب لو الحاجة دي ما زبطت أنا حعمل شيء ففي السنة الأولى يعني اللي هي في 2020 يمكن على آخر السنة حتى طبعا الكتاب التاني الإصدار التاني على آخر السنة يعني أنا خدت سنة كاملة أو يمكن حكاية بتاع التزعى شهور عشان أنا طبعك الكتاب التاني في الفترة دي كنت بفتش على المصممين أغلفة على أساس إنه أنا ألقى ألقى خيارات كويسة وألقى حاجة تمشي مع تصوري للدار مثلا كنت بفتش عليه إنه والله يا أخي دور النشرة الكبيرة اللي أنا بقرأ كتبهم ودائما بتابع حاجاتهم هم بيشتغلوا كيف يعني بيقت بيقت فترة بتاعت أنا قاعدة يعني بكون في رؤية طيب أنا جعتني الفكرة بتاع دار النشرة وعملتها طوالي يعني من غير من غير دراسة جدوة من غير ما إنه أنا أخد وقت كافي وكذا في الله لا هنا أنا مفروض أقف شوية وأرتب حالي وأعرف أعزاب شوية يعني فبعدها الحمد لله ربنا كرمنا ولسا قاعد يكرمنا يعني إحنا الحمد لله لحد الآن إحنا مشيين يعني الليلة أحسن من أميس وبكرة أحسن من الليلة فالحمد لله يعني يعني حتى حتى ده كلام ده كلام محفز جدا جدا أنا أحسن من أميس وبكرة حيكون أحسن من طيب أرجع لله الحتة بتاعت أنتو بتطبعوا في مصر ليه عشان أنا ما بحب أن كتب اللونة أبيض يعني شني يعني كده أشرح لنا الحتة دي يعني أنا 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 من وأنا من أول ما بدايت أقرأ كنت دائما حريصة على إنه يا أخي أنا مستحيل أقرأ كتاب بي دي اف لا لازم أقرأه بكتاب ورقي طيب في الكتاب الورقي ما أي كتاب ورقي صراحة يعني الكتاب الورقي ذاته لو ما كان لونه كريمي وورقه كويس وكذا أنا ما أقدر أقرأ كتاب المصورة اللونه أبيضة فبالنسبة لي إنه كانت أول حاجة أنا عايزة طيب أنا فيه دور نشر كثيرة طيب الناس اللي حتخلي يعني السبب اللي حيخلي الناس يخلوا دور النشر الثانية ويجوا عندنا نرتقي شنوه ما خلاص إحنا جايين يعني يدوبك كده ما فيه زور بيعرفنا فكنت براهن على إنه أنا بقدم حاجة بمستوى لا يقل عن أي دار نشر كبيرة ده كان رهاني الأول يعني فكنت حريصة على الحاجة دي إنه والله يا أخي حتى لو الطبعات الأولى من الكتب كان فيها حاجات مشاكل مثلا أو كذا حاجات إحنا ما كنا عارفين إنه أصلا إنه مفروض ننتبه عليها لا طيب إحنا حنقوم نستخدم الحاجة دي كحاجة إحنا بنتعلم منها على أساس إنه الليلة بكرة إحنا حزن من الليلة طيب نجي الحتة مهمة جدا جدا صناعة الكتاب يعني أنا ما بتكلم عن الجانب بتاع الكتاب بتكلم عن الصناعة بتاعت الكتاب ذاته يعني الكتاب ده لما خلاص يجي الكاتب خلاص يجي دارني ارتغي ونار دارني ارتغي بتبدأ بعد ده البروسيس أو بتبدأ الإجراءات بتاعت إنها تطبع الكتاب يعني الحاجة دي لأنا فيها فيها تطقيق لغوي وفيها زي ما انت قلت قبل شوية التصميم بتاع الضيلاف بعد ذاك التصميم بتاع الكتاب ذاته بعد ذاك بتمشي للطباعة الحاجة دي وسط الإجراءات في سودان بتتم كيف يعني طيب نحنا في البداية كان عندنا مشكلة برضو يعني من المشاكل اللي هو كان الخوف من إنه الكتاب بيطلع بصورة غير اللي إحنا كنا خاتينها في تأخيرنا فأنا كنت يعني يمكن لعدد من الطبعات من الإصدارات الأولى كنت دايما يعني حتى الحاجة دي كانت بتعمل لي مشكلة مع المطابعين والله يا أخي أنا ما حاطبع الكتاب ما لم تديني سامبل طبعة واحدة أو اتنين أنا استلمة وأشوفها يلا دي حتاجي من القاهرة للقرطوب وإحنا زمان ما كنا بنعرف شركات الشحن السريع وكذا يعني كنا يدوب في البدايات يعني طيب أنا عايزة أشوف الكتاب أول عشان أنا أقوم مطمئنة إنه 500 نسخة اللي أنا حاطبع دي ما هيكون فيها مشكلة فدائما بتحس إنه يا أخي ليه لا إحنا ما إنتوا شفتوا كتبنا اللي إحنا طابعين لا أنا دكتابي أنا برا فكانت فيه حتة زي دي إنه والله يا أخي أنا عايزة أضمن إنه الكتاب ده حيطلع بالتصور اللي أنا عايزة ولا حنشتغل كده ولا ما حنشتغل لأنه الكتاب مش بس الليلة خلاص إحنا خلصنا من المراجعة وخلصنا من استخراج الترقيم وخلصنا من التصميم وكل شي ده ما معناها إنه إحنا خلصنا لا لسه أنا بالنسبة لي التكفيل بتاع الكتاب أهم أهم ما نضع يعني عشان أنا طلع كتاب ما بيفك مثلا كتاب طبعته جيدة كتاب تقدر إنه إنت يعني تقدمه إنت فخور بإنه أنا والله إشتغلت الكتاب ده لازم التكفيل بتاعه يكون كويس لازم الصمغة اللي بيتكفل بيه يكون لون الورق عشان ما يكون في حاجة غريبة في النصف لازم القص بتاع الغلاف يكون مقصوص كويس عشان ما يكون في زواعد في الغلاف مثلا فدي كلها تفاصيل كتيرة شديدة ومرهقة ولكن يعني هي مهمة جدا طبعا وتالي سؤال ليه إنتم بتعمل الحاجات الطباعة في الغاهرة أو في مصر يعني لأنه الحاجة دي ما يعني صعبة في السودان نوعية الورقة اللي إحنا بنشتغل عليه ده في السودان ما متوفر حتى لو إنت يعني فكرت في إنه أنا أستورد الورقة ده لا إنت بتحتاج مكينات معينة عشان إنت تشتغل عليه ده غير إنه التكلفة في السودان عالية شديد يعني حتى لو إنت وفرت الكتب ووفرت الورق وجد عايز تشتغل عليها في السودان يعني مثلا ممكن إحنا نقول إن شاء الله يعني في المستقبل وإن شاء الله ربنا نجعله في المستقبل القريب إنه إحنا نعمل مطبع حقتنا في السودان فلو عملنا المطبع حقتنا في السودان حنكون جيبنا الورق استوردنا الورق وجيبنا الماكينات اللي إحنا بنشتغل عليها دي اللي هي الطابعات المعينة دي اللي هي طابعات كتيرة يعني الكتاب ده عشان نطلع في أكتر من طابعة بتشتغل يعني الورق براه والغلاف براه والقص براه كل شي يعني في تفاصيل كتيرة فوجيبت يعني ناس بتشتغل القص بتاعه الماهرين يعني يدويا ماهرين في إنه يطلب لك الحاجة دي بالصورة المرضية اللي أنت بالنسبة لك بتكون كويسة عشان كده إحنا بنمشي الغاهرة وحاليا إحنا في نرتغي وقفنا يعني مش وقفنا لكن بقي عندنا توجه تاني في إنه إحنا بنطبح في إيران برضو أكتر من إنه إحنا معتمدين عن الغاهرة عشان برضو كواليتي يعني إحنا دايما مؤرقين بين إحنا نطلع أحسن حاجة بنقدر عليها وينما كانت يعني أسانا هاتبع في إيران بالرغم من إنه يعني من السودان يعني تعتبر بعيدا ما زي مصر لكن أنا بالنسبة لي أنا أراهن على الكواليتي طبعا تمام ده كلام كويس جدا جدا طيب يا إسراء أنا أعتقد إنه دي المشكلة بتاعة بتاعة الطباعة في السودان ما حاجة ما حاجة جديدة يعني مع أنه نحن بناء الزمان في كتب وكده بنقى إنه مطبع ذات تمدن مطبع شنو مطبع شنو لكن بذكر أنا لما كنت طالب طالب في سوريا في الفترة الجامعية كان الناس برطو بيجي بطبع من بيطبع في سوريا يعني مثلا حتى اللي هي الكروت بتاعة اللي هي البيزنس كارت أيوة كروت الإهداة زمان ديك حتى أيوة وكروت الإهداة يعني كل شيء كل شيء يعني حتى البوسترات العادية دي أن إحنا هنا ممكن نطبع في أقرب مطبع هنا أو أقرب محل بتاع بتاع طباعة دي برضو بيجي بطبعها في سوريا يعني وكانت تكاليف بتحت الشحن وتكاليف يعني كثيرة جدا جدا ما في توجه في السودان إنه والله يا أخي نحن نقوم نوطينا الحاجة دي لأنه أنا شايف طالما الحاجة دي في مصر بتبقى أيوة طبعا أيوة طبعا أيوة طبعا يعني أنا عندي الفكرة دي من زمان فكرة إنه أنا عايزة عمل مطبعتي الخاصة في السودان وإنه هي مش بس تكون طباعة اللي نرتقي بس لا هي ممكن تكون مطبعة لكل دور النشر للكتاب المدرسي حتى لكل يعني هي ما خلاص دي مطبعة للمنتجات الورقية فهي ممكن يعني حتى تشتغل للجامعات عرفتها بس كمان أنا دائما ما بحب يعني بحب إنه أنا مشي بخطة مرتبة يعني مثلا أسه أنا في الخطة بتاعتي إنه والله يا أخي بعد التوسع بتاعة المعارضة الدولية المشاركة المعارضة الدولية الخطة بتاعتي إنه أنا سيسج يعني بعمل في جرات تسجيل نرتقي أو يعني فرع أو دار نشري تاني في في الإمارات طبعا لهيات الشارقة فالخطوة التالتا حتكون شنو يعني عرفتها دائما بحب إنه أنا أكون بدرسي خطوتي يعني مثلا بإذن الله يعني خدت في خدت في فالين وأنا حعمل مطبعة بس يعني كمان ما عايزة أعمل على استعجال علشان لما أعملها أعملها بأعملها زي ما أنا عايزة طيب ده كلام ده كلام كويس جدا جدا طبعا الحديث جميل جدا جدا الحديث وسجون وجبتينه من أبو عشر لجامعة كريري وبعد ذات جبتينه لجوبي تاع المعارض وكده يعني فدار تقلك لحطة تانية الحطة تحت الكتابة إسراء عندها يعني يمكن أكتر من كتاب على حسب معلوماتي وعندها ثاني قصصات صغيرة صغيرة الحاجة دي بدت الميتين وكيف يعني طيب هو أنا من أنا معارفة من متين لكن أنا من أيام الجامعة كنت بكتب خواطر بكتب حاجات يعني ولا كنت بوريها لزول ولا أي حاجة يعني أنا بنكون قاعدين أنا وصحباتي فأطلع دفتري وقلبي وبعد أكتب فأحيانا أنت بتكتب فيشنو أنت بتاع عايز أورينا بتاع كده فشوية شوية يعني بقد دائرة أصدقائي الضيقة يعني إنه يشوفوا أنا قاعد أعمل فيشنو بس بالنسبة لي وقتها ما كنت شايفة إنه والله يا أخي أنا قد يوم من الأيام يعني كنت بشوف إنه الكاتب دي حاجة بعيدة كده يعني يعني بحس إنه الكاتب دا يعني كأنه من عالم تاني عرفته يعني كنت ما كنت شايفة إنه أنا حاكتب أنا كنت بشوف يعني لفترة طويلة إنه أنا قارئ وبعتبر إنه أنا قارئ جيد لأنه يعني يعني المعدل بتاع القراءات بتاعتي يعني وبالنسبة لي القراءة حاجة مهمة شديد في روتيني اليوم العادي فكنت بعطبر إنه أنا قارئ جيد ومفتخرة بالحاجة دي وبالنسبة لي كافر وبعدها لقيت نفسي إنه والله يا أخي يعني هو دي حاجة طبيعية يعني في مسيرة القارئ إنه هو شوية شوية بدأت تتكون له أفكار طيب أنا لما أقرأ كتاب معين بتجي اللحظة آية إنه أنا بفكر مج بفكر في الكتاب بفكر في إنه وقتها الكاتب كان بيفكر في شنه لما كتب الكتاب مثلا فالحاجة دي بتخليك إنه إنت تلقى نفسك إنت ذاتك بدأت تكتب فالموضوع بتاع الكتابة أنا بالنسبة لي بدأ كحاجة وردية كده بعدها لما خلاص مشيت فيه بيجد بحس إنه هو مسؤولي وهو الالتزام يعني أنا بحس إنه الكتابة دي صح أيوة في حاجة يسمعها إلهام وصح في حاجة يسمعها موهبة وصح في حاجة يسمعها يعني في ناس هم يعني بيكون عندهم الحس الأدبي بتاع الكتابة ولكن أنا بالنسبة لي الأهم من ذا كله الالتزام تجاه الكتابة يعني بحس إنه هي كأنها حرفة إنت مفروض إنه تشتغل عليها عشان تجودها وعشان تطورها يعني زي ما نجار مثلا جال يوم الأول عمل ليه قضعة بتاع الخشب نحطها بطريقة معينة الثاني يوم لما يجي تدرب عليه ولما يكون هو مواظب على الحاجة دي هيطل حاجة جيدة في الآخر فالكتابة هي نفس الشيء هي أشبه بالحرفة ومحتاجة التزام ومحتاجة مسؤولية يعني إحنا نديها حقها مش نقعد نستنى كده والله يا أخي أنا الليلة ما جاني إلهام ما حاكته طيب هو أصلا يعني زول تخيل لي ما بعرف أنا غازي دعم تجربتي الخاصة يعني الواحد عشان يكتب لازم يقرأ كتير عشان يقدر يعني نجود الحاجة الثانية لو ما في زول قرأ ليك انت ما حتى تعرف نفسك يعني كتابتك دي يعني قدر شنو يعني مهمة أو قدر شنو شيغة أو قدر شنو يعني ممكن تلفت الانتباه يعني أيوة صح أيوة صح عشان كده أنا دايما بقول إنه كل حد في الدنيا من حقه إنه يبرز فنه ده أي أن كان يعني أي أن كان المنحة بتاعه كل حد من حقه إنه يطلع كتاب يطلع الحاجة اللي هو يعني بيشتغلها يعني فزي ما أنا عندي زوج معين في القراية بتوافق مع ناس كتيرين ما بتوافق مع ناس أكتر أنت برضو حتلاقي القارئ بتاعك بس كمان بتبقى المفارقة وين بإنه أنت لازم تدعمل مع الموضوع ده بمسؤولية بحسوا إنه أنا دايما بشوف الشباب اللي بيكون عندهم خاصة في العمل الأول الحمارك بتاعه إنه أنا عايزة بقى كتاب عشان أديه الأصحابي ونتصور مع الكتاب وبتاعه وأنا خلصت الليلة بقيت كاتب وكذا دي حاجة جميلة شديد لكن أنا عشان أوصل للحاجة دي لازم أخذ الموضوع ده بمسؤولية إنه طيب أنا خلصت من الكتاب مفروض إنه مش طوالي خلاص أمشي أديه للناجر لا لا أنا مفروض أشتغل عليه وأشوف رأي الناس فيه يعني الناس اللي بس فق فيهم اللي هم حيدوني نصايح اللي هي نقضي بالناء إنه والله يا أخي إنت مثلا بتكتب باستعجال خفف السرعة بتاعت الكتابة بتاعتك شوية طيب إنت انتبه للجوانب بتاعت بناء الشخصية مثلا التفاصيل دي وكل ما كانوا من أهل الإختصاص يكون أفضل يعني فزي ما ذكرت لك هي مسؤولية وإحنا محتاجين إنه ندعامل معاها بالجدية الكافية والالتزابة الكافية عشان الواحد مثلا خلال سنوات معينة يكون عنده إنتاج غزير يعني ما نقع في الفخ بتاعه إنه والله الواحد كتب الكتاب وخلاص يعني حماسه قلة أو ما واصل لأنه الكتابة دي ما مشروع كتاب واحد أو كتابين له مشروع بتاع عمر طيب ده كلام جميل جدا جدا طيب يا إزراء أنا في الفترة الأخيرة دي الآخر يعني ممكن نقول 15 سنة الأخيرة دي يعني ظهروا كتاب كتيرين جدا في السودان يعني ومعظم الكتابات أو كل الكتابات اللي أنا طلعت عليها أنا شايف كتابات جميلة جدا جدا يعني يعني الحاجة دي هل إنه سبب الضايغة من ربع السودان والله هي كان في فترة في جيل كده يعني قرى 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 حتى ما خلاص هو ذاته بدأ يعني يخشف يخطي الكتابة يعني زمان بيقولوا بيروت تطبع والغاهرة تكتب وبيروت تطبع والخرطوم تغرأ لكن السعودية أنا شايف إنه الخرطوم ذاته بدأ التكتب يعني في كتاب كبار جدا يعني يعني زيادة حمور يعني وصل العالمية تقريبا أول الإغليمية عندنا عبدالعزيز عندنا أيوة يعني بس عشان أنا ما داير أظلم واحد يعني عدمات براكة يعني في كتب في ناس كتار جدا يعني بدوا يعني الكتابات بتاعتهم جميلة جدا جدا يعني وفي الناس البردو الكتب مثلا كتاب واحد وبعد ذاك شوية اختفى وكذا يعني الحاجة دي الثورة الكتابية دي أو النثرية أو يعني سببه شنو يعني انت في رائح يعني طيب أنا يمكن بشوف إنه يعني منهم إننا ما عنده في العائلة بتاعته عمه أو خاله عارف إنه هو والله أنا خالدة بيكتب شعر مثلا أو عمدة بيكتب أو كذا لكن للأسف ما عندنا لهم حاجة بطبوعة يعني أنا في مجتمعي أنا اللي أنا عشه في مثلا في الجزيرة أنا عندي أعمامي اتنين بيكتبوا وأبوي كان بيقرأ وخالي برضو مثلا بيعزف على العود مثلا عرفتها لكن هم كانوا في فترة ما عندهم الأدوات يعني الموهبة موجودة بس ما في أدوات فبحيس إنه إحنا في الفترة في العصر اللي إحنا عايشين فيه ده في وسائل كثيرة خدمتنا يعني حاليا أي زول في الجامعة عنده كتاب بيقدر يمشيط بعض زمان ما في كده حتى زمان إنه الواحد عشان يمشيط يعني ياخد الخطوة بتاعت إنه أنا عايز أنشور كتاب بالنسبة له دي بتكون أشبه بأنه عايز يغير حياته حاليا الموضوع بيقى أسهل فأنا بحس إنه والله إحنا في سودان بالذات يعني في سودان بالذات إحنا من زمان عندنا الناس اللي بتكتب لكن ما عندنا الناس اللي بتنشر فأسه إحنا الناس بدأت تاخد خطوات جدية وتدعمل مع الموضوع بأنه والله يا أخي أنا أي أنا حنشر كتاب أنا حضبع كتاب حتى بيلاقي إنه في أعمار صغيرة شديد يعني في ناس بتنشر كتاب في أعمار صغيرة شديد مقارنة يعني بيزمان فدي حاجة كويسة وطبعا أنا بحس إنه برضو الكورونا مثلا والفترة بتاعت الثورة وكذا هي غيرت في الأدب نفسه غيرت في الأفكار المطروحة غيرت في يعني الناس بتبرز حاجات مختلفة في المجتمع زمام ما كانت بتتكلم عنها دي خلت إنه مثلا إنتاجي ممكن يكون زايد أكتر لكن الأدوات المتاحة حاليا هي اللي خلت عملية النشر أسهل في السودان بالتحديد طيب الكترة بتاعت الكتاب والكترة بتاعت مثلا إن صحب تعبير بتاعت دور النشر هل دي ممكن تأثر على الجود بتاعت الحاجات الإنتاج مثلا طيب الحاجة دي هي سيلاحظوا حدين زي ما أنا قلت لها قبل شوية إحنا محتاجين إنه إحنا نلعمل مع الكتابة كمسؤولية وإنه إحنا ندي العمل حقه من الوقت حقه من المراجعة حقه من كل شي عشان إحنا لما نطلع على الكتاب نطلع بأجوة صورة إحنا بنقدر يعني مثلا إحنا في نرتقي عندنا ما في كتاب بي نستلمه من الكاذب بنرسل المطبع لا هو لازم يمر بلجنة قراءة هو لازم يمر حتى في أعمال بنعمل لها تحرير عديد يعني مثلا الفكرة بتكون جيدة أو تكاد تكون ممتازة يعني بس فيها مثلا خلل في السرد يعني الكاتب بيكون مثلا ما عنده خلفية بتاعة إنه والله يا أخي البناء بتاع الشخصية مفروض يكون كذا يعني مثلا فبنقوم إحنا بنشتغل على الحاجة تحرير طيب على أساس إنه إحنا نطلع منها أجوة حاجة فدي مسؤولية زي ما هي مسؤولية على الكاتب هي مسؤولية على الناشر عشان أنا ما يكتاب يجيني أنا حاطبعه وخلاص طيب المعارض يعني إحنا سيح نشوف نرتقي عندها مثلا في جناح المعارضة الغاهرة للكتاب أسعى في أبو ظبي والأو دبي ومعرض الخرطوم يعني الحاجات دي بتفيد قدر شنو يعني بتفيد طبعا بتفيد انتشار انتشار للكاتب واللناشر على حد سواء يعني إحنا محتاجين في السودان برضو يعني إحنا محتاجين إنه إحنا نشتغل على إنه إحنا نسوق لأنفسر محتاجين إنه إحنا نشيل كتبنا دي نمشي نترجمة عشان الطيب صالح لو ما كانت كتب ترجمة يعني ما كان حيوصل لنفس المستوى إحنا عندنا كتابات كويسة محتاجين إنه إحنا نوصلها فالمعارض بتساعد في الحاجة دي بصورة كبيرة الاجتهاد في موضوع الترجمة بيساعد أنا دائما بكون حريصة عليه إنه إحنا النقاط التوزيع بتاعدنا تكون واسعة على أساس إنه القارئ ده في أي مكان إلي الكتاب طبعا من هنا بيحكي سترجمة دي من حي من حي الكاتب السوداني كبير عبدالعزيز بركة ساكن لأنه عنده كتب بالانتشر يعني طبعت باللغة الفرنسية باللغة الأمهرية الأمهرية يعني ده دي حاجة لغة كتيرة جدا صح أيوة وباللغة الألمانية وكذي يعني فنتمنى إنه الكتاب يعني يحزو حزو الكاتب عبدالعزيز بركة ساكن طيب زمان واحدة من المعضلات طبعا بتاعت الكتب اللي هي إنه شح الكتب زي ما كان زمان والحاجة الثانية اللي هي الأزعار بتاعتها العالية فأنا بذكر كان الميونسكو عملوا مشروع بتاع كتافي جريدة فكان يعني في أنا اذكر الوقت ده كان في سوريا يعني فكانت جريدة تقريبا الثورة أو جريدة تشرين جريدة تشرين وجريدة الثورة الثورة دي في سوريا فأذكر أنه جريدة تشرين هي من ا contro permeable المشروع ده فكان يعني كل تقريبا كل شهر أو كل اسبوع ما بذكر فبيكون في كتاب من يعني ده مطبوع في الجريدة يعني فكان حاجة جميلة جدا جدا اذكرت فيه كتاب جميل جدا كتاب بتحقاتي بيوم اللي اسمه زيد مطيع دمات يعني عنده كتاب اسمه رهينة يعني كتاب رائع بمعنى الكلمة يعني فأنا قريته من بالمناسبة يا رسين الحركة دي برضو كانت بتدعمل في القرطوب يعني أنا بتذكر والله ما متأكدة هي في آخر لحظة أو في جريدة تانية لكن كانت بتجي يعني حتى أنا بتذكر كانت في رواية هي بوليسية بتاعت مخابرات أو حاجة زي كده دي أنا كان يعني بقرب إنها كل أسبوع بقر العدد فكانت في حاجة زي دي برضو في القرطوب يعني كانت في العدد في الملفة الثقافي بتألق أسبوعي بيكون في صفحة كاملة مفردة يعني بس عن فصل من الرواية فالمشروع بتاع اليونسكو ده يعني كان فيه ما بس سوريا بس كان فيه كم دولة يعني دولة عربية فللأسف إنه عشان الوجور بتاعته الطباعة والسياسة دائما بتدخل في عايق في الحاجات دي وكده للأسف المشروع ده وقف يعني فأنا بتمنى بتمنى إنه يعني إنه كدار نشر تتبنوا حاجة زي دي عشان إنه يتوفروا الكتاب للناس الما قادرين الما قادرين يشتروه يعني قد تكون يعني كحاجة كده خيرية يعني يساهموا فيها ناس رجال رجال أعمال ناس بيحبوا الحاجة الانتشرة يعني يعني دي من المشاريع الرائدة جدا جدا طيب ونحن بنتكلم عن المشاريع يعني نرتغي عندها مشاريع مصاحبة يعني أنا قادر تشوف في الصفحة بتاعتكم وكده ونتابع لي ومشد المعجبين بيها عندكم مشاطات مصاحبة يعني من بداية الفكرة بتاعت نرتقي يعني سبحان الله أمس أنا كنت كنت قابلت صديقتنا كاتبة اسمها تسنيم تسنيم هي من شندي فسبحان الله أسنا ما كنا إحنا قاعدين بنتونس ويعني بندردش يعني بهمومنا في الكتاب وفي السقافة وكذا فطلعنا بأنه والله إحنا عايزين نعمل مشروع أو هو مش مشروع كبير يعني إحنا عايزين نعمل فعالية في شندي اتفقنا عليها وحتى يعني من أسه قررنا إن إحنا حنجدوا لإجازاتنا يعني على أساس إنه إحنا نشتغل المشروع ده في الشيطة وكذا فدايما أنا يعني بحس إنه عندنا مسؤولية إنه يا أخي ما كل الناس بتقدر توصلنا لكن إحنا بنحاول نوصل أكبر قدرة من الناس سواء في معارض سواء في فعاليات في الولايات سواء كذا يعني أنا بحس إنه دي بالنسبة لنا إحنا مسؤولية صح في الفترة الأخيرة يعني المعوقات بقت في سودان يعني أنت بتكون بتخطط لحاجات بس ما بتقدر تنجيزها بالصورة اللي أنت بتتمناها ولكن يظل إنه إحنا واحدة من الأجندة الرئيسية عندنا إنه والله يا أخي نرتقي دي زمان كان عندنا أيام الجامعة يعني كان عندنا زي جمعية كده خيرية كان الشعار بتاعها إنه في كل بيت أولي كل بيت يعني أنا بحس إنه إحنا برضو يعني عايزين نرتقي إنه هي تكون في كل بيت أولي كل بيت حتى لو وصلناهم بالسوشيال ميديا لو توفقنا إنه إحنا نوصلهم لحد عندهم نعمل عندهم فعاليات لو توفقنا في إنه إحنا نوصل لهم كتبنا يعني بغض النظر عن الوسيلة إنه إحنا يعني لازم نسهل عملية كمسؤولية مجتمعية يعني عملية تلقي البرامج السغافية تلقي المعرفة سهولة الحصول على الكتب كذا طيب واحدة من برضو نشرة للثقافة كانت يعني ما بعرف أنا لو واسع موجودة في سودان ولا كذا اللي هي الأسابعة السغافية يعني كان إحنا حتى عندنا في الغرية كان كل سنة في الإجازة بتاع تصير بجول الطلبة كلون يعني من الجامعات ومن المدارس الثانوية فبيعملوا الأسابعة السغافية من ضمن الأسابعة السغافية دي بيقوم في المكتبة يعني فكنا بذكر من أفشي نتفق مع بتاع المكتبة في سوق المناغلة وفي سوق العزازية حتى نحضرنا الكتب فكان بدون الكتب يعني ولا كان حاجة جميلة خلاص يعني بدون الكتب والان حافظوا عليها لو طبعا اتبعت أي حاجة منجيب اليون ولو ما اتبعت في النهام القتبة في كاراتين ومنجيب اليون يعني فالحاجة دي هم كانوا بيعملوها بيروح طيبة جدا حتى كنت بتخلع يعني بأخرة بقول ياها الناس دين مجانين والله شنو ما هاسع نحنا قادي من أقعد خلال الإسبوع الصغافي ده بكون إسبوع كده نحن كنت بدي كلها تقريبا يعني ما بنكون كلها قرينا لكي منكون أي كتاب فيها جميل منكون قريناه يعني بعد ذاك لو عندنا قريشات من هنا من نشترك كتاب يعني يعني دي واحدة من طلب نشر المعرفة وبتخلي الناس قريبين من الكتب يعني أيوة صحب وفي الفترة الأخيرة برضو إحنا يعني شاركنا في عدد كبير من الأسابيع الثقافية في الجامعات يعني دائما الكليات بتنظم أسابيع الثقافية فإحنا يعني مثلا بيكون عندنا معرض كتاب مصاحب وهم بيكون عندهم مواهب مثلا من الجامعة نفسها والكلية فيعني إحنا قاعدين نشارك بالحاجة دي بالإضافة لأنه في حركة يعني في حركة ثقافية في السنتين الأخيرات بالتحديد في الخرطوب في حركة ثقافية كبيرة يعني الناس بيجت متوجهة لأنه مراكز ثقافية يتم افتتاحها جمعيات ثقافية حتى الشباب يعني عندهم المنصات الشبابية اللي هي بتشجع الكتابة بتشجع القراءة بتشجع المعرفة فدايما حتى في ناس بيشتغلوا يعني بيشتغلوا أونلاين يعني على أساس إنه هم يكونوا محاوظين على الانتشار بتاهم محاوظين على الاستمرارية بتاعتهم والبرامج بتاعتهم تكون بأسورة دورية طيب قبل كده كان فيه أستاذ اسمها تغريبا اسمها مشاعر يعني ومن هنا بحرية فمشاعر دي كانت عاملة حاجة جميلة جداً الكلام دي قبل الناس ما يعني الفيسبوك دا الشيب دا كذا يعني لكل من هبه ودبه يعني فكانت مشاعر دي بتعمل نادي القراءة نادي القراءة فدي من الأفكار الجميلة جداً أنا أذكر حتى يعني جيت بس يعني جيت كنت جاي زيارة السودان فواحدة من كانت معانا في منتدى رفاعة فدعتني لواحدة من الجلسات دي فكانت جلسة رائعة جداً 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 جمعة دا بيتفقوا بيكروا كتاب وبيجوا يوم في شهر يعني بعد شهر فبيجوا بنقشوا الكتاب دا يعني فيعني بعد ذاك النغاش الأفكار اتلاقحات يعني كان كذا حاجة روعة روعة يعني فبعد ذاك الوالي الناس يخترحوا الكتاباً بعده اللي هو كان الكتاب بتاع يوسف المحامي تقريباً الكاتب السعودي بتاع الحمام لا يطير فوق بريده فيعني بعد ذاك النازل يعني تناولوا الإرهاب يعني كان حاجة جميلة جداً أنا بجد استمتعت بها فكنت برضو بتمنى بتمنى إنه مثلاً نرتغي أو كل الناس الحادبين على المصلح بتاعتينه نشر التغافة إنه الحاجة دي تكون تكون موجودة ووسيدي نحن عندنا السوشيال ميديا عندنا منصات التواصل للاجتماع عندنا الإنترنت ممكن الحاجة دي تكون تكون حقيقة يعني والناس ترجع لها تاني يعني أيوة دي من الحاجات المهمة شديد يعني أنا بحيس إنه في الجامعات الحركة دي برضو لا زالت نشطة يعني لا زال إنه في ناس يعني حتى لو المجموعة فيها خمسة يعني في النهاية الهدف هو الهدف يعني حتى لو الناس ما كانت كثيرة شديد شوية شوية بتزيد شوية شوية بتكبر بيجي واحد بس صدفة بي يعني زي ما حصل معك إنت جيت بس صدفة ودعرفت على الفكرة وعجبت بيها وحتى بقيت مثلا ممكن تكون على ضواصل معاون حتى لها فدي حاجة حاجة مهمة شديد طيب يا إسراء نمشي للخروج من معطف جوجل هل اسم اسم عندها العربة تكنولوجيا الخارج من معطف جوجل هي هي الرواية جوجل دي بتوديك على جوجل لكن هو المقصود هنا اللي هو الأديب الروسي اللي ديستيسكي بيقال عنه إنه إحنا يعني بيقصد نحن الروس إنه جميعنا خرجنا من معطف جوجل اللي هي الرواية بتعطى المعطف اللي هي كان عندها أثر كبير في يعني على الأدب الروسي فجادة تسمية بتاعة الرواية لأنه البطل بتاعة الرواية وهي طبعا مكتوبة بأسلوب التقريب الأبطال الروسيين والبيئة الروسية وكذا فهو متأثر يعني متأثر بالأدب وهو كاتب وعنده الهموم بتاعة الكتابة فجادة تسمية بتاعة الرواية من أجواء طيب الخلاك تكتبي رواية بالصورة دي وفيها تفاصيل يعني دقيقة جدا جدا يعني عندي منا نسخة يعني هنا في المناسبة يلا أنا ما أعرفة والله الحاجة دي حصلت كيف حتى أنا بالنسبة لي في البداية كانت كان عندي تخوف من الموضوع ده إنه والله يا أخي أنا معرفتي بالبيئة الروسية كلها تكونت عن طريق القراءة بس يعني أنا ما زرت روسيا ولكن قريت كثير شديد في الأدب الروسي أنا بالنسبة لي الأدب الروسي هو الأدب المفضل فقريت فيه كثير شديد كلاسيكيات على روايات حديثة على قصص قصيرة روايات طويلة مسرحيات يعني يعني هو في فترة كان أغلب القراءاتي كانت في الأدب الروسي فسبحان الله يعني شوف تأثير القراءة بيكون كبير كيف إنت ممكن تكتب عن بيئة حتى في ناس بترسل لي بتقول لي إنه والله إحنا ما كنا عارفين أني قدرسل في روسيا فلما قلونا ما درست في روسيا بيتخاجئوا فشوف تأثير الأدب ممكن يوصل لأي حد إنت ممكن تكون قاعد بتوصف في شوارع في مدينة إنت عمرك ما زرتها بس كرير عنا وعيشت فيها بين الوراق زي الرواية بتاعتني أنا كتبت عن لبنان وكتبت عن اليونان وعمري ما زرتهم يعني فالناس أيها سبحان الله أيها صح يكون واحد كده بيقول لي لا 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 مستحيل لكن إنت عندك معرفة اتشكلت إنت عندك اطلاع عن بيئة اللي انت كتبت عنها دي بالضبط كده يلا ده برضي نرجعنا لحاجة مهمة جدا جدا إنت قبل شوية قلت يعني أي بيت أو يعني أي وسرة بيكون فيها بيكون فيها ذول بيكتب شعر بيكون فيها بيكتب يعني بيكتب غصاصاته بيكتب خواطر لكن ما بتنقى طريقة لنشره كده طيب الكاتب الجيد العناصر بتاعته شنو اللي بتخلو إنه هو مثلا يعني عنده النزعة اللي بتخلو إنه يبقى كاتب جيد يعني طيب طبعا هو ما في مقاييس للحاجة دي يعني ما في مقاييس انت بتستند ليها بتخلي إنه فلان من الناس كاتب جيد وفلان من الناس كاتب غير جيد أنا بحس إنه في رأي الشخصي إنه القارئ هو الفيصل إحنا بنحتكم للقارئ العمل الأدبي بالنسبة لي أنا إذا حقق المدعى يعني انت قرأت الكتاب واستمتعت به هو كده عمل جيد ناجح حقق الغاية بغض النظر عن إنه أنا ضلعت منه بفايدة يعني أنا ما ملزم إنه أنا أطلع بفايدة كبيرة من أي كتاب أنا أقرأه صح فأنا بحس إنه المدعى يعني هي الدليل بالتاع نجاح العمل صح فعلا يعني في في يعني لسي مثلا في كلمات كده بتكون مثلا في كتابة طيب صالح يعني في واحدة من من كتب المنوعات اللي هي أو رياح حديث الغرب فبتأجي مثلا الصفحة كلها هو بتكلم مثلا عن حاجات تاريخية يعني فتاريخ تاريخ يعني تاريخ صح يعني لكن بعد الشيء يقوم بخطة له كلمة كده يعني بيطلعك 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 في موت تاريخ كأنه بتكلم عنك تحس كأنه هو يعني بيوصف في حالة شعورية لأنت فيها يسير بالضبط كده يعني فعشان كنت انتكفل لما قلت لما قلت لما قلت رواية موسمالهجره للإشمال أول ما أنا قريت موسمة الهجرة للشمال قريتها بالإنجليزي بالمناسبة وكانت في الكلام دي في السانوي العالي يعني الناس اللي بيذكروا أنقروا النايل كورس يعني ففي النايل كورس أذكر في سنة تقريبا في سنة ثانية أيها فأجايبين ترجمه لموسمة الهجرة للشمال والحطة بتاعة مصطفى السعيد لما نظرك في البحر يعني وبعد ذاك الناس شاهدين الفوانيس وطلعوا يفتشوا عليهم كده يعني فالحاجة دي بالإنجليزي طبعا أنا يعني الوقت ذاك كان في هجمة يعني شعواء ضد الملكات الكبيرة يعني الطيب الصالح يعني رحمة الله عليه يعني فحكومة الإنغاز طلعت له الراجل دفاجر وفاسق وورو فنحن كنا يعني منفتش إلى الكتاب بتاعوا بالدسك المناسبة أيضا الكتاب موسمة الهجرة للشمال والوصني وأنا في السانوي العالي ممتح الشهادة يعني أذكر سنة تلاتة وتسعين وزنق بتاعت امتحانات وكده قام ودعمي جابه لي وقد كنت بتخبيه بين الكتب وقد كنت بخبيه بين الكتب ودعمي جابه لي قال لي يا خسمع أنا جبت لك الكتاب دا لكن ما تقرأه أستعجي خلي لما الإنتحانات بتاعتك تنتهي وقدت له أوكي دمام المهم شلت ومشيت قفلت الصالون يعني ممكن الكتاب دا أنا قريته في يعني في جرة واحدة يعني أيوة فبس بمشي بمشي بأكل بمشي بصلي بجي طوالي يعني كملت الكتاب لما انكملته يعني استغربت إنو يا أخي يعني كاتب أنا ما كنت يعني الوقت داك بعرف إنو الطيب صالح دا كاتب كبير للدرجة دي يعني فا استغربت إنو كتاب دا لي يعني الناس أثاروا ضدو حملة يعني شعواء يعني فا خليت الموضوع كده بعد ذاك اللي قدام عرفت إنو الموضوع موضوع سياسي بحت ما عندو أي علاقة عندو ربطوه بس بتاعت من أين أطاه ولا كان بكتبه في مجلة المجلة فالسياسة برضا عندها دور في شحن الغل تجاه الكاتب والكتب وصريع يعني قريبنا كان حصلت مشكلة كبيرة جدا الكاتب السوداني إيهاب عدلان تغريبا وعندو كتاب يعني يتمنع في دار في معرض الغاهرة في معرض الغاهرة للكتاب يعني لأنه هو تناول بصورة أنا ما لسا عمل قريبت الكتاب لكن قريبت عنه مختلفات من تناول الأصول السودانية والمصرية بشيء من الجراءة يعني فمطرنت يعني كتب زي ذي يخلوها يخلو الناس يعني خلو الناس يشوفوا فيها شنو يعني بعد ذاك هم يغيموا زي كتاب مثلا آيات شيطانية يعني كاتب سلمان رجدي سلمان رجدي يعني أهدر دمه عديله قريبت يعني ممكن طعنوه أيوه هو عاشي ممكن قرابة العشرين سنة أو أفتر متخفي طيب أنا الحد الآن دار أشوف دار أشوف الكتاب بتاع بتاع آيات شيطانية كتب فوشنو عشان أنا دار زاعتم أنا يعني أحكم الحكم بتاعي يعني كتاب مثلا كتاب يعني في كتب بتحرق في كتب بتباد وكده فدي واحدة من مصائب المصائب التغافة يعني أيوه صح أيوه أنا أنا كان قبل فترة قريت كتاب آه هو عبارة عن سلسلة بتاع المقالات الكتاب اسمه كتب ملعونة طيب الكتاب مهم جدا لكاتب عراق اسمه علي حسين آه هو رجل موسوع ما شاء الله يعني كل كتب أنا بحس إنها كتب بتاع المقالات هي دسمة جدا وعلى مستوى عالي من الثقافة يعني فالكتاب بتاع كتب ملعونة ده بيتكلم عن كتب كان سبب في إنه يعني تكاد تكون حياة الكتاب بتاع بتوع يعني اتدمرت بسبب الكتابة دي يعني هي كانت أشبه باللعنة حلد علي علي أصحابه صح صح فعلا يعني في حين إنه ما في يعني أسي مثلا برضو نجيب محفوظ نجيب محفوظة واحدة من الرواية بتاعته اللي قد بيها نوبل اللي هي والله مع أنه اشتريتها اشتريتها من مشياتها الغاهرة اشتريتها من 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 مكتبة مدبولي فحصل حصل حاجة جميلة جدا جدا فأنا ما مشيت كلام ده سنة 2010 مشيتها الغاهرة وأنا طبعا بحب الكتب جدا جدا يعني أصحي هنا دايما كل ما أمشي الشغل بمشي في حتة كده بمشي أعبر لي وكده في سوق كده زي سوق شعبي فبيبيعوا فيه الكتب بتاعت المنظمات الخيرية والله كده بيجيبوا الناس بيهدونون الكتب فهم بيبيعوا بأزعار زهيرة جدا فكل ما أمشي بشي له كتاب كتابين مراتنا بقراون لكن بس بجي بخطهم في البيت يوم من اليام الواحد بقراون يعني فمشيت مكتبة مدبولي وهي مكتبة ضخمة جدا جدا فسألت الراجل قلت ليه خلا عايز كتاب كتاب جنو يا إسراء بتاع نجيم محمول أولاد حارتنا أولاد حارتنا فسألت وقلت ليه أنا عايز كتاب أولاد حارتنا قال لي ما فيه شيء مستغربت لأنه أنت ضخمة زيدي يعني ما يكون فيه أو دكات المصري وكده يعني فبعد شوية المهم أعينت كده لقيت إنه الكتب كله القاتلنا في الواجهة ما في حاجة كده لفتت انتباهي فالمهم طالحته فقام الراجل جي جوا وراي قلت ليه فخنا حتى الداني كرت بتاعه ممين كده مدبولي فقاموا الداني بورى كده العمارة ونزلني تحت فتحلين الغبو فنزلني الغبو فقال ليه خاسمع انت شكلك بتحب البراية سودانية وكده يلا أسرح شيء للكتب كله اللي انت عايزه وخطها في كيس وطال ليه خط يعني أنا شلت لي الكتب أنا أذكر لما جيها جاي شايل شي نطيب يعني ناس الافتهان ذا دي الخط يدون في راسهم يعني قال يا أخي أنت بتسكرة بتاعتك كلها عند الثلاثين كيلو يعني جايب ليك تسعين كيلو إحنا عمل ليك شنو أمين من هنا الكتب جيبتها يعني فأنا يعني الكلام دا كله قلت لي شنو إنه السياسة لا دور يعني دور سيء جدا جدا في يعني غصب رقبة الثقافة يعني يعني ناس دي في ناس قدار جدا طيب صالح دي بشوفه دي قوة الكلمة يا ياسين دي قوة الكلمة يعني الناس زي ما زي ما الشعب بيخاف من البندقية يعني سبحان الله الحكومات الدكتاتورية دايما بيخاف من الكلمة لأنه هي مفعولة يمكن يكون أقوى من الرصاص يعني ممكن مقال واحد يقوم شعب نعم فهما يعني هما عشان كده يعني دايما بيشددوا الرقابة لأنه عارفين إنه والله يا أخي الكتب دي هي عند تأثير قضيطح بهم طيب دي دي واحدة من خلتك طيب نرجع لجائزة طيب صالح يعني الأدينة نبزع عن الجائزة وإنك أنت يعني أخذتها كيف يعني طيب جائزة طيب صالح طبعا مركز عرب الكريم مرغني هي أسست في حياة الطيب صالح أصدقاء الطيب صالح كان عمله زي كده يعني هو طبعا أنت عارف إنه هو يعني عاش يعني على قدر ما هو كان عنده مكانت وكان عنده اسمه وكان يعني عاش حياة حياة عظيمة ولكن في يعني هو ما كان يعني ما كان بيعمل لي دورياو يعني ما كان بيجمع سروة على أساس إنه يعيش مرفه وكذا فأصحابه دي جمعوا قروش على أساس إنه والله يا أخي إحنا عايزين نبني له بيت فهو اقترع عليهم يا أخي إنه طيب أنتوا بذل تبنوا لي بيت القروش دي عملوا بيها جائزة بي اسمي فمن هنا جاءت جايزة طيب صالح مركز عرب الكريم مرغني اللي هي عندها سقل الأدبي وعندها اسمها وعندها وزنها وطلعت كتاب يعني يعني ما شاء الله يعني كتاب يعني أسماء عظيمة يعني في الأدب السوداني وبالنسبة لي أنا يعني أنا كنت محظوظة جدا من إنه أنا يعني إنه أنا فستبع في مجال الرواية وفي مجال القصة والمشاركة أصلا جات بس شدفة يعني أنا كنت في يوم عادي واحد من أصحابنا رسل لي قال لي يا أخي يا يسراني أنت مع الرواية بتاعتك ما تشاركي بيها فكان عندي التخوف من إنه والله يا أخي الرواية دي مكتوبة بأسلوب التقرير فهل حدد قبل أصلا يعني عشان تدخل في المنافسة فسبح الله يعني جاء في التقرير بتاع اللجنة إنه هي يعني أسلوب جديد في الكتابة هي رواية عن الرواية أسلوب جديد في الكتابة يعني أول مرة يتكتب في السوداني ممكن أو يعني يعني ما تكتب قبل كده وهي كانت بنيتها كانت وتماسكة وكانت لغتها عالية وكذا 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 فأنا بالنسبة لي يعني كان انتصار يعني بالنسبة لي كان حاجة عظيمة شديد إنه أنا اسمي يقترن باسم جائزة للأدب الطيب صالح فهل يعني وقتها خلاص حسيت إنه والله دي مسؤولية إنه أنا الكتابة دي مفروض بالنسبة لي تكون الارتزام وجائزة أخرى من محمد سعيد ناود أيوة محمد سعيد ناود كانت أول يعني أول مرة أنا أشارك في مسابقة كانت في القصة القصيرة بنصيص مفاكهة الحمقة برضو بيدور في فلك الكتابة والكتاب وكذا فالحمد لله برضو أخذ جائزة تقديرية دي بتاعة البتة اللي كانت ماشت يعني كانت قاعدة في الحقول وبتكتيب وكذا لا لا دي كانت في الطيب صالح اللي هي حوسن لكن دي بتاعة البتة اللي هي بتعمل voice-over وبعدين كانت بتدعمل مع الموضوع بأنه والله يا أخي بس وسيلة للتكسب هي بتقربة صورة كويسة ولغتها جيدة وأداءة يعني في القراءة كويس فكانت بتمشي بتحضر حفلات التوقيع بتقرأ النصوص من الكتب يعني بمقابل مادي ففي مرة من المرات الناشر أداها كتاب الأداها كتاب على ساسينها تقرأ منه وكذا فهي عملت مع الموضوع إنه قالت خلاص يعني بتبرر لنفسها إنه أنا عايزة أعيش في انفعال اللحظة مع الجمهور علشان يعني التداري علينا هي ما يعني ما ملتزمة فلما بتقرأ في النص كانت يعني كانت حاسة بإنه الناس متفاعلة معه لكن هي حاسة إنه ضمس رديء فحست فيه هي كأنها هي يعني بتجمل في فاكهة يعني يعني كأنه يعني كأنه دي حماقة اللي هي بترتكي فيها وحست بالزنب إنه يعني فيه بيت قالت ليها إنه انفعالك كان بيطفي روح على النص فحست إنه لا أنا مفروض أكون مسؤولة وإنه طيب إذا أنا الناس هتاخد الكتب يعني بتنظر لها بنظرة معينة على أساس أنا اللقاء إليها وتفاعلي معاها وأداء إليها وكذا فبالضرورة إنه أنا مفروض أديهم حاجة يعني مكتوبة كويس خصوصا إنه كان بتدعمل مع كاتب هو مشتهتر وكذا وكذا فأنا ما عارف والله المناسبة خلت نكتب النص دي شنو لكن هو كان موفق يعني وأخذ جايزه طيب طيب نجي لليل ونحن في يعني مبارح العالم يعني احتفى بالمرأة في عيد المرأة العالمي نجي نشوف دورك في اتحاد المرأة الأفريقية لي جيتكن دور أيوة هو أنا انضميت للاتحاد مؤخرا صراحة أنا يعني أنا مش أنا بس مناصرة لحقه والمرأة أنا دايما مناصرة يعني بحس إنه الحق في أي مكان مفروض إنه يعني ياخد حقه يعني الحق ده مفروض يكون حق ففي المجتمعات الأفريقية في المجتمعات عموما يعني إحنا أمريك كنا في زي ما ذكرت في يوم المرأة العالمي يوم المرأة العالمي ده رمز لنضال المرأة إنه في أمريكا 122 سيدة لأنه كانوا بيطلبوا حقه وكانوا بيطلبوا حقه فكانوا بيطلبوا حقه وادعرضوا للقتل يعني هم أحرقوا لأنهم كانوا بيطلبوا بحقوقهم المادية يعني في المجتمعات الأفريقية بالذات في شريحة كبيرة من النساء ما بتأخذ حقها فأول ما طرحوا علي الفكرة صراحة نتحمسة شديد وحسيت إنه والله يا أخي دي مسؤولية مجتمعية وإحنا مفروض إنه إحنا نشتغل على التوعية بالنسبة لينا في ناس بيكونوا أبسط حقوقهم ما عارف إنه إنا دي حق فإحنا مفروض نشتغل على النقطة التوعية على أساس إنه كل واحد يكون عارف ألبيه والعليه عشان يقدر إنه يقدموا أو على أساس إنه يقدر يعني يعني يقدم المسؤولية لعليه ويأخذ الحقوق اللي هي مفروض إنه يأخذها طيب دكتور أساسة دكتورة والله ديكي صح والعافية إن شاء الله كمان أنا محمد عمر يعني مستمتع جدا 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 يعني بيسردك وكمان مستمتع كمان يعني زي ما بقولوا كده يعني بيطف حصلك من البداية يمكننا نحن نكون أبنا جيل واحد كان عندك كم سؤال كده تغريبا يعني قبل دكتور ياسيني جي راجع يعني درده شكده بسيط كده زي ما بقولوا الناس يعني اتفضل واضح واضح طوالي يا دكتور يأتيك الصح والعافية إن شاء الله يعني زي ما بيطفتك بيستمتع جدا 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 بيقرصة يعني يعني شوي كده الواحد يقول الحاجة في باله كنت زمان مع صديقي بكري ملازمه والحالية بالجماري وكنا مشتركين في بعض المكتبات في مكتبة الخرطوم بالامتداد يعني الجنوبي زي ما بقولوا الناس يعني ممكن يكون الأستاذة على معرفة بها وعلى دراية يعني ما شاء الله يعني من خلال الخلفية يعني ما شاء الله فكنا متردد على المكتبة دي كتير وكنا بقرطوا يعني بنشيل الكتب لفترة مؤقتة تغريبا مشتركين كل يسبوع لازم تشيل كتاب تقرأوا تكملوا ترجعوا وكده وكده اللفت انتباهيه انه خلال الحديث الجبيل قلت انه يعني مرات الكتاب بغير فيك حاجة مرات الكتاب بضفلك حاجة ومرات برضه بضفلك معتقد يعني بالصحب تعبيره فكنا بنشيل كتب كبيرة شديد يعني احنا كنا طالعين من السانوية خشينا الجامعة تغريبا اللي هي فترة في الحماس الفترة في دعم انه يعني تعرف كل شي اسي ايوة 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 يعني كان كان يعني في نهم كده للكتب وكان يعني في تشويق وثار يعني للكتب أنا ممكن اول كتاب قرأتو كان الفي ليلة وليلة يعني اي زل قرأتو في ليلة وليلة اكيد يعني الفكرة بدي ترسخ في ذهنه فبعد داك اشتراكنا مع المكتبة ووسع علينا اللفق بصورة اكبر وكنا بنفجن شو الكتب كبيرة شديد يعني ناس جبارة والكدوة الكتيرة دي هو بيشيل الكلام المنان علي بيوله هو وانا كنت بشيل دكتور طارق السيودان ممكن قريت السلسلة بتاعة اسس الغيادة والإدارة والتفاصيل دي ممكن قريب عجيب كتاب يعني فكان الخوف من المجتمع يعني حاليا انتي ذكرت انه التوعية وما التوعية وكده كان الخوف من المجتمع لما كان الناس بتشوفنا ان احنا شاهلين كتب متشاركين في مكتبة بنقرى حاجات غريبة اول سؤال بيبادر في الاسهال انه الناس زلتوا ماشين في توجه ممكن توجه في تلبي ماشين خاشين في تنظيم ولا حاجة كده لما نرد بتبقى بتقرى كتاب مثلا بتعلق عن الصغافة الإسلامية بصورة عامة والوقت دا كمان شايح جدا بتطلع كتير في الحاجات دي انه يكون يا ماشي ايو 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 كان كان في عدة غادات او اذا انت عادي بعد شوية فينا بتقول لك طيب اها اي الله عترف انت الشيوعي صح اكيد 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 يعني كان انتان بخوف كبير شديد وبعد ذاك الواحد شوية شوية بيقى يعني كان داما يعني بيقى ما بيستمر في الحاجة دي لكن صراحة يعني كان شك يعني الاضطراع غير في فينا كتير شديد غير في مفاهيمنا خطانة في الطريقة الصحيح بزادة انا يعني كنت يعني مدمن مدمن انه اقرأ للدكتور طريقة السودان اي اي كتاب طلع جديد اي مخطوطة طلع جديد اي حاجة بتتعلق به يعني حتى على اليوتيوب برضي يعني بيقيد اتابع محاضرات وبيقيد اتابع تفاصيله فعمر والله تمنياتنا لكم والله ان شاء الله يتوفيق وان شاء الله كمان الله يعني مزيدا من التقدم والازدهار ان شاء الله لكن سؤالي يمكن يكون بسيط جدا يمكن كون دكتور رئاسين عرضوا بصورة غير مباشرة انه الجيل الجديد يعني ولا الجيل الهسي حالينا البعديين زي بكل الناس يعني شوية كده بعيدين من الحاجة دي ويمكن يكون الانظمة الحديثة اثرت كثير جدا يعني في القراءة والاطلاع والثغافة بتاعدين نفتشيل كتاب وتبعات بتعرف ان الحاصل فيه شنو تبشوا وتبتلوا كده يمكن الانتشار بتاع التكنولوجيا مخيف جدا جدا والمواقع الحديثة برضو يعني لغدر الإمكان يعني ساعدت في الحاجة دي فانتو دوركم شنو يعني والله يمكن نظرتكم البعيدة شنو بما انو يعني ما شاء الله يعني شلت انو كل حاجة بيكون عندك بلان اي و بلان بي يعني مثلا حاليا بتواجه ال يعني السوشال ميديا بصورة عامة بتواجه كمان المواقع الجديدة زي ناس الشات جي بي تي والتفاصيل دي يعني بشنو يعني مثلا يعني يعني زادنا برضو نستفيد من تعليق برضو ان شاء الله شاكروا نغدر والله للمساحة كمان وان شاء الله بالتوفيق والله اللي يخليك يا رب تسلم كتير شكرا علي كلامك اللطيف اول حاجة وفعلا نحن نجيل واحد افكارنا واحدة الحاجات اللي انت كنت بتذكر فيها يعني دي مراحل انا مرت بيها وشفت ناس مرت بيها يلا بالنسبة للسؤال بتاعك كل حاجة عندها يعني عندها محاسنة وعندها مساوية الانسان دايما عدو ما يجهل احنا لما نجي تجينا حاجة جديدة يعني انت زكرت البرنامج داع الشات اللي هو طلعه مؤخرا يلا الحاجة دي بالمناسبة انا جربتها هي حاجة جميلة شديد يعني هو موقع بتاع احنا مدعوذين علينا والله يا اخي فيه مواقع بتاع الشاتنج اللي هي بيتديك ردود تلقائية وكذا هي بتكون محدودة الموقع ده مطور بالزكاة الاصطناعي فيه كم مهول من المعلومات يعني تاسي لو دخلتها وتكلمتها معاه عن النظرية النسبية حتلاقيه انه بناقشك بمعلومات حقيقية يعني فنحنا من كل حاجة يعني احنا قبل ما يعني قبل ما ناخد خط انه والله يا اخي لا الحاجة دي هي حتشين حاجات من الكعبة مفروض انه احنا نحاول نفهم هي بتقدم لنا شنو كويس لانه زمان الناس كانت متخوفة مثلا من انه ولسه فيه ناس يعني انا بحس انه الصوت ده هو شوية شوية حيخفت لانه صوت انه والله الكتابة الورقة هيختفي الكمولوجيا اثرت على القارئ الورقي انه خلته محدود لا الكون المطابع بتطبع ودور النشر بتوزع والدنيا ما شو حتمشي فكل حاجة احنا هناخد منها اللي بيفيدنا ونحاول انه نكون على وعي من انه الحاجة اللي ما حتفينا في الموضوع ده نتجنبها فالتطور الحالي رغم انه وزيرته عالية بس هو وسائل مساعدة كمان يعني احنا مفروض نعترف بانه التكنولوجيا قدمت لنا الكثير قدمت لنا حاجات كثيرة شديدة انتنا ما كنا بنظمها انه في يوم من الايام نحصل عليها الحاجات بيقات ساهلة انت ممكن تمشي تقرلك ورقة علمية مكتوبة في اكسفورد الليلة تنزل مترجمة زمان ما في حاجة زي كده في الله بتبقى المفارقة في انه الجيل الجديد احنا عندنا المسئولية بتاعتنا انه احنا نوعي الجيل ده لانه طيب هما بيقروا لسه بيقروا انا متأكدة من الحاجة دي لانه احنا قاعدين نبيع كتب يعني الناس قاعدة تشتري تماما المفارقة في انه هما حيشتروا شنو هما حيشتروا البتسلر اللي هي الكتب اللي بتبيع الأوهام مثلا او كيف تحقق السراء في سبوع في حين انه انت ما عندك شهادة جامعية او ما عندك مهنة او ما عندك صنعة ولا حيقروا حاجة مثلا عندها خلفية علمية هما ممكن يستفيدوا منها فبتحاول انه انت تستخدم التكنولوجيا نفسها في انه والله يا اخي انا حاديك مثلا ريفيو عن الكتاب ده اقنعك انه انت تشتريه في حين انه هو كتاب مثلا بيتكلم عن دراسات علمية بس بطريقة مبسطة لغير لغير الاكاديمية مثلا بيبقى المفارقة هنا انه والله يا اخي انت عندك مسؤولية في انه تغير الخطة اللي او تساهم يعني انت في النهاية مجهودك بيكون محدود لانه مجهود بتاع مؤسسة او مجهود بتاع افراد او كذا فبتكون بتحاول انه انت تساعد في انه الحاجات اللي بتكون مطروحة الحاجات اللي الناس بتجراها هي بتقدم لهم وبتفيدهم معرفة حقيقية يعني فعلا فعلا اتمنى انه انا اكون جاوبتا يعني حقيقة يعني انتو وصلتين الى مفهوم يمكن كلنا بنتفك فيه انه الانترنت نعمة والنظمة الحديثة برضو نعمة لازم نستخدمها بالطريقة الانتل وعلى حسب احتياجنا كمان يعني وعلى حسب ظرفنا يعني ممكن الحاجة البسيطة تغير حياة ناس بصورة كبيرة جدا جدا يمكن شوية نحن عندنا كسودانيين ولا كشعب سوداني استخدامنا شوية كده شوية كده يعني بسيط كده سلبي شوية للانترنت فدينافزة جديدة برضو ذي ما بقول الناس يعني ان شاء الله الناس كمان تلتفت لها انه الانترنت والتكنولوجيا الحديثة الحاليان في يدينا يعني حاجة ايجابية وحاجة يعني ممكن تفيدنا لقدام وممكن كمان تساعدنا في حاجاتنا الانية الصحيحية يعني مثلا انتم ما شاء الله في مجالكم يعني طوال مباشرة اتوازعتم على التطور الحاصل في التكنولوجيا ومشيتوا معاهم ما اتأثرتوا بالتفاصيل الحاصلة يمكن كمان اتحديتوا يمكن الضغط الكبير ده الجاي من الميديا والجاي كمان من الانترنت وعمر والله بتوفيق والله ان شاء الله استاذة كمان وان شاء الله نسمع عنكم كل خير والله ان شاء الله وموفقة كمان والله ان شاء الله بيزن الله بيزن الله نرجع لديك ترى يا سيد معلاش دكتور الله يديك العافية أخي بالعكس أنا مستمتع جدا بمداخلتك يا دكتور يعني عمرا التكنولوجيا بالعكس يعني التكنولوجيا هي الناس يعني عملوها عشان تزيد ليهم تخليوم يستفيدوا من الوقت بتاعهم اكتر نحن نستخدم الزمان كان لا يوجد لابتوب كان هناك الديسطوب الذي هو الكمبيوتر السابق يعني بعد شوية بيقى لابتوب عشان انه الناس تقدر انت ماشي في القطر راكب في القطر وقاعد في قهوة بتفتح لابتوب بتشتغي شغلات بعد ذلك جاءت الهواتف الزكية اللي هي زادت الديناميكية بتاعت الشغل وكلي من التلفون بتاعت تعمل الحاجاتك كلها يعني يعني الناس يحصلوا بقى التلفون بتاعك بتدفع يعني تمشي تشتري بقى بنزين وكده بتدفع بالتلفون بتاعك يعني المحفظة دي زادة خلاص نسيناه يعني تمام عندك مثلا امازون طوالي لما شاف انه والله ياخد تكنولوجيا دي يعني بقى مسيطرة وكده فطوالي جو مشو عملوا الكندل بتاعه ناس بتركب في البصة والقطر بتلقى او الطيارة بتلقى الناس يحلين الكندل دو بيقروا فيه منزلين فيه الكتب يعني بعد ذلك الجرير يعني جرير يعني انا بحشق جرير يعني مكتبة جرير يعني مكتبة ضخمة جدا جدا عندهم بطو نسألوا حاجة اسمها غاري جرير يعني وبنزل فوق كتب مجانية يعني فهذا كله شنو التكنولوجيا كلها ساعدت بالعكس يعني انت يعني عليك انت التكنولوجيا دي ما علي التكنولوجيا تكنولوجيا دي ما انا تمام فأسي زيال العربية دي العربية دي كنت انت تشيلها تمشي تعمل بيها تضرب بيها زولة أو تعمل بيها حاجز تكسر العربية وتكسر الدنيا كلها تمام؟ إنه العربية حرام هنا نقول في الوقت ده والله هي العربية مفسدة لابدت طبعا العربية دي عادة إذا عملت عشان إنك تساعدك تمشي تصل مشاويرك سريع وكذا زي الإنترنت يعني أسف فيه ناس بيفتكروا إنه والله فيه البوك دجلتد والواتساب وشغلة الناس وكذا بالعكس يعني أنا بشوف إنه نزول بالمناسبة يعني في الفترة الأخيرة فيه ناس يعني عبر السوشيال ميديا بالتحديد يعني جات يعني جات وظائف جديدة يعني بيقى الناس قاعدة في بيتها بتشتغلوا بالدخل القروش يعني بيقى تمنتية عرفتها فبقى ما ذكرتها هي وسيلة بعد ذلك ببقى التحدي في تعاطينا معاها واستخدامنا ليها عامل كيف نعم نعم طيب نحن فضلينا عشرة دقائق في خلال عشرة دقائق دي يعني هنرجع للسؤال بتاع إنه نرتغي الليلة أحسن من عميس شنو الحق اللاك دا يا إسرا إنه إحنا دائما ما شايفين إنه إحنا يعني وصلنا الحاجة أو حنوصل لحاجة معينة دائما إنه كل ما نوصل لمكان بيكون يلا طيب البعض شنو يعني طيب أنا الليلة مثلا طلعت مثلا سلسلة الجوائز اللي هي بالنسبة لي أنا يعني سلسلة مفضلة وبراهن على جودة الأدبية وجودة جودة الطباعة فيها جودة بيكون المنقاييس لا طيب أنا ما حاكتفي بالحاجة دي حاقوم أعمل سلسلة جديدة حاقوم أعمل فكرة جديدة عشان كده دائما إنه يعني حتى لما أوصل لحاجة وأكون مبسوطة بالإنجاز بكون عارفة إنه بعده حيكون فيه نجاز أكبر حتبسط بوقتا إن شاء الله المستقبل المستقبل مفتوح قدامنا إن شاء الله ربنا يعني ربنا وفقهم يعني حاجة جميلة يعني إنه الناس ترجع وإنه يكون عندنا الخرطوم تكتب وتنشفر وتقرأ يعني يعني أنا سيسعي جدا لما نجأ التبلي حاجة التبلي يعني مثلا مختطفات عن كتاب أو خواطر عن كتاب معين وكذا طوالي الشباب بيجوا طوالي بيزارب والتي أخي البيديف بتاعه وين وكذا يعني فبرضو بتمنى بتمنى إنه يعني يعني الاختصاد بتاعنا يساعد دور النشر يساعد المطابع وكذا عشان ما نضطرنا إحنا مشي نضبع العملة الصعبة بتاعتدنا مشي نوديها مصر أو نوديها إيران أو نوديها يعني ما عندنا مشكلة معاهم ينحبهم جدا جدا والعالم كلهم ينحبهم لكن عايزين نكون منتجين عايزين نكون منتجين بالضبط كده يعني طيب يا إسراء مشروع كتاب أنا عندي مشروع قوة تقريبا أستكتمل يعني إن شاء الله في القريب يعني هايطلع اللي هي رواية اسمها ورفة صغيرة في شارع منسي هي خلاص يعني بعدها في فكرة تانية أنا بديت فيها بس لسا يعني يدوبك فصل الأول اللي هي اسمها رواية اسمها في مديحة الصمت يعني الواحد بيحاول إنه يعني ياخد الموضوع زي ما قلتك بمسؤولية وإنه ما يلقى لنفسه أعزار يعني ما يلقى لنفسه أعزار أبدا ما يكون متسامح مع نفسه في الحاجة دي لأنه مشغوليات كثيرة الناس كلها مشغولة والله بس كمان ما مفروض نكون مشغولين على حساب الكتابة شارع جوبة شارع جوبة رواياتنا المفضلة في نرتق لا والله هو مش تحيز سبحان الله يعني مش تحيز أنا دايما بيلقى نفسي بتكلم إنه والله أنا بحب رواية شارع جوبة يعني بحبها الشديد مش تحيز يعني أنا والله كل الإصدارات بتاعة نرتق أنا بحبها وكلها عندي في نفس المكانة بس شارع جوبة عزيزة علي يعني طفا كده وأعتقد إنها هي مش علي أنا بس أنا وأعتقد إنه حتى أنت ذكرتها لأنه هي أتوقع إنها عزيزة عليك كل الناس اللي جارتها عندهم الانطباع ده تجاهها كلام الناس رواية دكتور عمر سيرة ناس سيرة ناس سيرة ناس أيوة برضو من الروايات اللي اللي هي بتحكي بتحكي حكاية يعني أنا بتذكر في واحدة من البنات عاملة ريبيو عن الرواية كانت بسيرة ناس حكايتنا كلنا يعني أنت بتلاقي فيها حاجة عن حاجة أنت يعني بتمثلك بطريقة ما فالرواية النجحة الشديد وعمر وأسي مفروض عنده كتاب تاني إن شاء الله إن شاء الله يطلع قريب وإن شاء الله غير الكتاب يكون في رواية تانية يعني هو يعني إن شاء الله يعني يلقى زمن أكتر لموضوع الكتاب ده لأنه عنده فيه مستقبل إنت عارفة أنا أكتر أكتر يعني أول حاجة تحية لحبيبنا صلاح صلاح تنغاري وشارع جوبة يعني أنا بأطاعنا أنا أنا مغرم جدا بالأمكانة يعني بحب الرواية التي تتكلم فيها أمكانة يعني يعني شارع جوبة أنا بالمناسبة ما كنت عارف في الخرطم دي في شارع اسمه جوبة أيوة سبحان الله أيوة ما عرفته إلا بعد الرواية طبعا الشباب عندنا في النرتقم يسمينه شارع تنغاري بيجو ما الشي مقول لك إحنا يجو مشارع تنغاري فشارع جوبة يعني قريب الرواية كده والتفاصيل بتاعاته يعني التفاصيل حياتنا نحن وامتداد ذات يعني الروايتين دين لو دخلتهم كده مع بعض بتاعة يعني رواية دكتور عمر ورواية صلاح تنغاري يعني بتلقيهم مكملات لي بعض يعني شارع جوبة الثورة السودانية الاحتفاء بالمكان واللي هو عرضه بطريقة أنت يعني بتخليك تتخيله وفي سيرة ناس الشخصيات الشخصيات اللي هي أنت بتحس إن قريبة لك بتبكي معاها بتفرح معاها بتتأثر بيها فهم زي ما ذكرت هم مكملين لي بعض نعم فصراحة يعني دادة يعني دادة نوع الثورة ثقافية أنا باحتفيلها يعني يعني ثورة تنسبة نحن إن شاء الله قريبا أنا حقوم أرسل لك مجموعة من الإصدارات الجديدة والله عندنا الحاجات عظيمة شديدة برضو يعني حيكون عندك عليها نفس الانطبع إن شاء الله تمام ما يمكن لشكلان عندنا زيائين قريب من السودان وأنا ذاتي إن شاء الله ممكن الواحد يمشي عيد هنا في سودان بإذن الله إن شاء الله بإذن الله إسراء يعني جد يعني ساعتين عزيزات جدا يعني والله الواحد يعني يعني أنا في قعدة تير تحت يعني حتى يعني فحسير بمتعة كده جميلة إنه نحن نتكلم عن الثغافة ونتكلم عن الكتب ونتكلم عن صناعة الكتب ونتكلم عن الكتابة وأبو عشر والله أنا أنا شاكرة لكم جدا على الاستضافة شاكرة لكم جدا وممتنة علي وقتكم وبالجد استمتعت استمتعت يعني أمسي اللطيفة شديد والحوار معك جميل جدا وإن شاء الله كنا خفيفين على المشاهدين الله بك العافية يعني قبل ما خليك تمشي يا إسراء يعني قعدتين بعد الدوام وكذا يعني ما حاجة سهلة يعني لكن بجد استمتعنا بها واستفيدنا منا وكيد الناس معنا في اللايف في الفيسبوك وحيشوفوا اللايف فيما بعد يعني أكيد حيستمتعوا أبو عشر اللي هي الزاكرة الأولى يعني أنت بتكون عايش على أساس أنه دي حدود العالم بتكون بتتخيل أنه طيب دي أقصى حاجة أنا ممكن أشوفها بعدها بتقعد تكتشف في البيئة ذاتها أنه والله لا لا يعني الشارع بتاع المدرسة الشارع من البيت للمدرسة بتكتشف في حاجات جديدة بتكون في الوعي بتاعتك بتقارن الشخصيات اللي أنت بتقابلها يعني المكان اللي أنت بتنشأ فيه هو طبعا ليه أثر ودور كبير يعني معينه إحنا يعني في بيتنا كنا يعني كان عندنا مجتمع خاص في البيت يعني عندنا عندنا روح كده في البيت يعني الوالد عليه رحمة الله والوالد ربا يده صحة والعافية هم كانوا خالقين لنا الحاجة دي يعني بتكون أنت مكتفي من البيت مكتفي من إنه مع أخوانك بتتناقشوا في كذا النشاطات اللي بتعملوها أثناء اليوم كذا ولكن برضو البيت عليها دور كبير إنه والله يا أخي في شخصيات بتكون مكرسة في دماغك إنه حتى وإنت مثلا بتكتب بتتذكر والله يا أخي في كان مثلا راجل كبير بلادك في الشارع ضي انطباعك عن الشخصية بيكون عامل كده تصورك حول الحياة بتبنيه من الشخصيات اللي انت بتقابلها فالليها دور كبير شديد في تكوير شخصيتي وأنا ممتنة لكل التفاصيل اللي عشتها فيها واللي حعيش فيها في المستقبل إن شاء الله وذكرياتي فيها جميلة والله يعني ذكريات المدرسة ذكريات البيت ذكريات الحياة الحياة المختلفة عن أي مكان تاني يعني هي عندها 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 حاجة كده ما بتشبه مكان نعم وخيطامه بسك يعني يديك العافية كثير وإسراء يعني كنا في صحبة يعني ساعتين في صحبة الزولة الرائعة إسراء صحبة مرتغي صحبة المشروع التغافي الكبير نتمنى لا كل النجائح والتوفيق ونيابة عن أسرة الباحثين السودانين منزجي لك يا أسماء آيات الشكر والإمتنان إنك أنت الليلة كنت ضيفة جميلة علينا وبالذات نحن نحتفي بيوم المرأة العالمي والمجد والخلود لشهداء الوطن والمرأة السودانية دائما إلى الأمام والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر